سنصلي معهم دائماً ونسير لهم بين فترات والله يحفظهم مهاتفنا ويرحمة نختارهم منهم والله يحفظهم لك إن شاء الله منزين فيصل، خبرني شو بعد أنا أخبرك شيء هناك أجوب طاولة أشياء ووائد يعني هل أشياء هاي؟ ليش يابينها؟ شو خانة تانية؟ أنت تحرق مفاجآت يا اللهي هديك أنت تحرق مفاجآت يا جبهات الخير لا أنا جاهز لك هناك شيء ألعاب شوي وهي الألعاب طاولة بأمرك أنا بتحداث فيها شخصياً مو عندي أي مشكلة صدقني بتظهر خسران أتمنى وبيجي مهوط على أمرك يشوفون والحين بنشوف الشيء بتظهر خسران من الحين بتحطرهان ممرة ما شيء خسارة مع أني شوي متعدد وخيطان في الموضوع لكن لا الله لكن لابد أن تكون كنترول عشان تبدل مزيد من الترو إن شاء الله كنترول موجود وليهم موجود بمنوت تهني تهني نعم طالع أمرك به المناسبة الرشيد الغالية هاي علينا أحب أن أهني حكومتنا الرشيدة شيوخنا الكبار وهني طالع أمرك شعب دولة الإمارات وجميع متابعين في قناة بينونا بهذا الشهر الفضيل والله يعود علينا دوم في أمن وأمان في ظل قيادتنا الرشيدة الله يطول بأمار الشيوخنا إن شاء الله وعلينا وعليك الله يسمع ما بما أنك انت تكلمت عن موضوع الألعاب خلنا نقوم للألعاب عشان تتهزأ الحين عشان أنا رويكي قائل هاي عليك عدنا الألعاب تراح أحس أن يتمشى شيف مولي بقى بقى تظهر شو ناقص على ديكور مالي هذا؟ نعم تعرف شو ناقص؟ ما أنا عندي شوارع ماشاء الله ودوار في النصب باقي تكاسي بس وصلنا باقي إشارع عشان ما يستيحدث شراحك في مقاري صراحة في الستيديو قبل العلعب ويانا صراحة خمس نجو فايف ستار عملك مثل ما قلت أنت يبالك هني سيارات سيرو ثلاث خلاص أنت في نصف الشارع يارس حلو وشراحك فيه في الجيب واتمنى يكون فيه شمس عشان تسويتان مرحلة لا لا بالعاقص ازين زيل بتخبرك شراحك في الجيب مالي هناك من تساقط؟ أطولي بعمرك؟ لم تددش أنا طولي بعمرك هذا من خلص البترول وقفته هني هيا خلاص أما يتحرك بين بنايتين حاطنا؟ هيا نعم أمورك طيبة بكشاف واحد بس الثاني مهار ازين زيل بلعبك يلعب هني حاطيني إيوها الجماعة طبعا أكيد بفوز أنا شيء أكيد الله هدي راحط لك كورة بس قبل لا تشرح لهم أنا بقول شيء اسمح لي؟ حين عم يا جماعة راحنا سوينا بروب على اللعبة هاي زيل؟ هو خسار أول شيء هاي لا هاي شوف اسمح والحين هو يلعب هايبا يدمرني جدامكم لا يعني لو واحد لازم ياخد مثل ما أقولكم هو واحد لازم ياخد يعني تست على الموضوع تست وخسار 2-0 أنا نفايز عليه 2 فالحين إذا فاز علي 2-0 فالحين إذا فاز علي 2-0 ففتحنا فالحين إذا فتحنا فتحتك في اللعبة هاي مبيني مبينك زيل واعليك شوف أنت اللعبة هذي بما أنك خلاص عرفت اللعبة بس خلي أفهم جديد نعم زيل اللعبة هاي إذا فتكون كورة إن شاء الله منزودة في أول القلاس نعم وأحاول هذه الكورة أني أوصلها لآخر القلاس وهناك فيه وقت محدد حقي أنا وفيس سوف نشوف في هذا الوقت كم لين بوصل مثلا الكورة مستعدين؟ عدة تايم كنترول أعطوه التايم يا جماعة كنترول كنترول ممكن ما يسمعني الحيب شغلوه يلا شغلو التايم يلا انت بدأ وان ها بدأ لا إله إلا الله أصبر 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 بطير أصبر لا 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 هاذي أنا يرسي تريعك انت أنا هول فالك هاي بكو نيكس عشان ما يتي لا شفت كين؟ نزل اليوم ما يخلص الوقت أنا ما برمس بعدها مستمر الوقتا نعم أنا بخبرك متى يخلص أصبرت أصبر لا طول بالك لا أنا خاص 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 خلاص خلاص تنزحك؟ خلاص لا هاي الشغلة ما تمشي أصبرت أصبرت أطول بالك الله يهديك شوفي هذي أحد المميزات هاي اللي عندي طبعا نشوف بعد شوف كيف ألصقها الله لا شوف أنا بعقب على الموضوع لا تيشو تيشو يا جواهة الغشي أنا خاص 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 غشيت وغيرت الأماكن وصويت كل شيء وآخر شيء طلعت خسلان آآ يعني مع هذا كله؟ مو عليه مو عليه فيصل فتشوف في المسابقات الياية أنا بيبرك تشوف في المسابقات الياية إن شاء الله بيت حداك وآآ وابفوز عليك أنا بغير شوفك أنت أخيز بس بيبرك تشوف لا لا خلق خلق تعبتك تعال تعال تشارد عني هذيك تعال أنا باشوف الخبرة لموالات تعال انا باشوف الخبرة لموالاتك شكاير يلا آآ والله لو بنفخ مزمار مضاوض يلا زيلا لحظة لحظة نفس ما زويت ما زوي ها رحطان هنا يطع عمرك أوكي مزين منوصل لك إياها نشي سيدة كلها ملحظة أيوة أوكي يالله زين أنا بشوف التحدي هذا مزين سمعونا التايم كلينكس كلينكس يا جماعة الخير زين يالله سايب التقل علينا يالله ماشي يعني على الزعاي أوكي يالله ترمينا جربت نفسك أوكي بس خلي شغلونا المسيغة يالله عطونا تايم يالله يالله آخر غنية غنيتها فيصل شو هي نزين منو لحنها نزين آخر كلب خلاج منوه نزين شراك في شو تيجب شو تيجب ايوة ايوة انفخ انفخ عطا عطا ريس روح هنبو غرزة يالله وقعد لي من الصبح الله يهديك وانت وانت وطير الماي ومادري شو خلاج 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 خلاص وصلتني فاز فاز يصن جاسب فاز يصن جاسب فاز يصن جاسب فاز بس سوي لك لعبة انا ما قد جربتها من قبل ما بمشكلة نزين وبشوف يا انا يا فيصل جاسب ما عندي مشكلة نزين شراك شوف توزيحتي كيف فنانة نزين نزين اوكي وهذا اللي ييبها في الماي خسران اوكي اوكي واللي ييبها داخل الكاس هذا الفاضي ربحان نزين اوكي خلاني انا لز هذا الشي شوف انا البرتغالية وانت البيضة اوكي 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 اعطونا تايم ولا مع بعض اتباله مع بعض بنخبص الدنيا تي امسك اولا خلك لا انا اجب عشان يبدأ تحدي بس كم كورا ثلاث انا ثلاث شوف انا عندي وقت في النهاية نزين واقال وقت انا بامشي يلا يلا اعطوني تايم اعطوني لا لا يا الله اوكي اوكي انا تحركت اكثر عنها لا ماليك بهيبة يا رب لا فيصل فيصل يا اخي غني 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 شجعني شوي فيصل شجعني عيسر غني التكليل وعيد حلوة شكرا اغني شيء تشجيع يلا رفقك يا قلب يا ربي اخسر عيسى لا يبنى شبك يبنى عوادك ها 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 هاا ياه المخرج هانية. يلا اوكي انت تعال ميقاني وانا بيين ميقانك. اوكي. بشجعك عليك. وتشجيع. بشجعك اليوم. ازا خلا اخليهن يلا يلا عسى بمكان يضربها وما اخسر. اخليهن الصفر عليك. تبغي يشلك عنها. عشان. لا المفروض يتمن. لان اذا بتي مالتك بتي اعدا لها. ما عليك انت. اهن بشين مات فيها. صدق لي حسن لك. صدق لي حسن لك. تبري ليش. يلا. بعد 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 يسار تلعب ايه عارف انا مخترف مدريد ولا يات صوبر يلا انا فأشوف ايوه اروح انت تغلبني ما يصير ما يصير ما يصير ايوه ايوه شفت كيف شفت كيف خسارة خسارة شفت كيف خسارة شفت كيف خسارة خسارة فيصل خسارة كم سلسل مثلت هالسنة فيصل انت مثلت انا ما مثلت شفت كيف خسارة ياخ ايش هسكت توترني اخوة عكلم تحت احينا بتعبوا من مساكن اللي ما ينقطون الكوار المشكلة اننا ولا زي يعني تقعد تترينة بتدخل مثلا لا خلعا كلاب عنده وقت كم باقي وقت كم باقي وقت عشان افرح كم شفت خسار 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 يا جماعة الخير فيصل جاسم فيصل فيصل مثلا اخر سؤال اتسألك ايه انا تقول يوم كنت في عند زينب شفت الخواشيق ما عرف كيف صفة تنهن فانت هاي الصفة تتوقع هي صفة شو بالضبط ماذا هي تقول تسوي بلاليط وشو بعد خلي البلاليط على صوب خلي صفة الخواشيق هاي تحط لحين ها قلام صح ما احطت لك الشوكة هني وشو اسمه والخاشوقة هني صح هاي الصفة شو تعتبر شو اسمها هاي للأكل ها؟ للأكل يعني هاي بس للأكل هاي تكون جاهزة هاي تكون جاهزة اما اذا كانت اكسا اعتقد انه خلاص ماتوا بخاكل بس بس هالطريقة تكون جاهزة لأكل بس انا مو عندي اكسبيريانز الموضوع هاي انا باخد 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 اتصال مع مع منوة مع طارق طارق الشمري ان شاء الله يوم بنيلس في المالي يلا هاي تعالوا ايا يلا غايت باتصل فيه هاي وبخليه كانه موجودة هني وبنسلح بيفيد نوايد في الموضوع هاي بيفيد نوايد في الموضوع هاي لا ما علي صبر نتخنب بنتصل حق طارق استريف 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 مرحبا طارق هلا والله اش حالك شو صحك طيب الله يسلم نحن موجود هني زين 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 دولك موجود هني لانا بش اسمه لانا عندي موضوع ويا فيصل نبوك تخبرنا عنا نعم بس حياك انت بخلي حدا حين يفتح لك الباب احمد بخلي يفتح لك الباب وحياك يلا نتراياك آج وتصدق انت موجود لانا عندنا احسسس Chan يحسس نذهب هو بيخبرنا الطريقة إذا كانت صحيحة اللي أنت تقول عنه إن الشوتشة إذا كانت تذيه صح ولا لا بيخبرنا إن شاء الله ما شاء الله عليه هو ستار في الاتيكيت نعم من زين فيصل مرحب الساعة الطارق فاجهت لي حيا الله طيب حال صحاتك طيب حالك صحيب يا مرحب من زين الاتيكيت أكيد يلس على الكرس المميز هتوقع لك ربطي لساعد الكرس المميز لا أنا مميز أصلا لا أنا طاللي بأمريكي واحد منكم لا بينا مقدم لهم يحزنون ستريح ستريح ترظر ستريح بداية أحب أرا أحبك برنامج قبل الصحور وأنت شخصياً قدل التكيت معك سابقاً ما شاء الله عليك سبق ونتكلمت في موضوع التكيت وهذه الأمور ما شاء الله أنا اتشرفت فعلاً أنك تكون متواجد في الله عزيز وغالي الله خليه إذن دعنا نتكلم عن التكيت أكثر أول شيء دعني أعرف فيك عفواً علامي وكاتب صحفي خبير التكيت وبروتوكول دولي رئيس تحرير مجلة الشباب في أسبوع معد ومقدم برامج تلفزيونية وكذلك مراسل صحفي ضماناً نحن في شهر رمضان الكريم خبرنا كيف تكون العادات الإتكيتية في هذا الشهر هذا الشهر ما نقول عادتاً شحيح ياك الله الله يحصل رحمة الله نعم 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 بالنسبة لعادات التكاليف في رمضان أو الإتكيت في رمضان نقدر نقول عليه أنه هو الإتكيت اللي تربينا عليه من طفولتنا حلو يعني كل منطقة تربط ونشط على عادات التقاليد هذا العرف اللي عنده وبكل مفروض يكون الإتكيت المحلي لكل منطقة حلو فهي السوقيات الإيجابية فكل تصرفات تنتج عننا تجاه أي موقف يكون عن قناعات داخلية وهذه التصرفات الإيجابية هو الإتكيت كيف نتعامل مع الضيوف في رمضان تكثر الزيارات كيف نتعامل مع الضيوف كيف نتعامل في الزيارات يوم نصير عن حد كيف نتعامل على عداب المايدة ومن يلس على المايدة أو الخيام الرمضانية ومعادب الإفطار بشكل عام ننزيل أنا باخذ دلك القهوة ننزيل نعم سلام خلاص ما يحتاج إيجابي أنت ما شاء الله بس الإيجابي ما أنا مو بإيجابي ما أن الجانب والغرب نحن فاهمين الإيجابي طريقة غلا إزيان في التفاقية بينا أن الإيجابي يختلف منطقة لمنطقة حسب الرقعة الجغرافية وحسب عدات التقاليد المكالي يمكن ما شاء الله إزيان إنت بديت الإيجابي صبيت للإيجابي وعقب أنا ما يصير هو أكبر عنك إحترام؟ شفت الإيجابي توقيت؟ هو أكبر عنك شفت الإيجابي ما هي لاتخابي؟ أنا أخبر الله أن بتبدو من اليمين سلم لا فعلا مفروم أن تبدو من اليمين سلم اليمين أي لكن في الآخر المzedكات لا تطبيع스� يمكنك طبيعاد incluso Since You Are Far المضيقين في إيجابي أدخل في موضوع ثاني، ما يقول من اليمين أو بالعمر؟ حصل، لو بك تعرم سادكم بالخير، لأننا نحن عندنا يوم يلس فيه انشيادنا، والله العظيم تضع الفنيان في نصهم، من كثير ما يتعزمون، لا هو أكبر، ولا هو من التاريخ، ولا ما أدري، لم أبرد الفنيان؟ زيدك؟ زيد؟ زيد، 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 لدينا شيء يسمى برتكول الأسبقية، حلو، الأسبقية تختلف حسب ما يكون أهل المنطقة نفسهم، سواء كانت صاحب المكانة الاجتماعية، أو صاحب السن الأكبر، أو صاحب المنصب المهن الأعلى بها الطريقة، حلو، سيكون من عند الأهل الدكاء، فعلا، فعلا، والله أنا سعيد جدا، ابتوازدي، وياكم صراحة، ويصل جاسم، وطارق الشميري، الشميري، عفوا، فعلا، 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 مستانس أني وياكم، في هذه الحلقة إن شاء الله ننقضي وقت ممتع، إن شاء الله، خبرني أكثر كيف المشوار كان طارق؟ ما شاء الله، مشوار طويل كان الله، من أين يا طارق؟ من دبي أو من دبي؟ العين، دبي، مضبي، ما شاء الله عليه نزيل، نزيل نشوف، أنا كنت أنا وفيصل، ياسين نتناقش عشان موضوع جميل، موضوع الشوكة والسكين، عفوا، الشوكة والسكين والخاشوبة، حياك ويايا؟ معزوم؟ 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 طبعا، حياك، تعال تعرف كلكم ما شايف، ما طبخناك وحد يطبخ طبعا، نعرفك على الشيف زينب، تقدموا، تقدموا، مرة مرة، نسقوا هني في الطاولة لك، نسقين نسق فيصر، من التكات، ما تلسق في الطاولة من التكات، ما تلسق في الطاولة بعدها فيها أكبر منك وضعيا، موب لازم؟ واي، ما نصق فيها، ما صلق أنا، عشان هم الشباب تحاطين كيمرا، أفعل، وأتبه، من يريدون أن يشكرون الكاميرا نحب منها، تختلف حسب العداد المتقالي؟ عرفت على طارق طبعا، طارق هو، يواركم أتبقي، أنا، أتبقي، واعرفت أيضاً على زينب، زينب اللي راح ترافقنا خلال هذا البرنامج، طبخاتها الجميلة أنا والله قاعد أشم الطبخ ودي يعني أنا ديدي نحن كنا نتكلم عن موضوع الخاشوقة والشتين والشوكة خبرني كيف الايتيكيت اللي يستعمل في تحضير المائدة تحضير المائدة استفيدي يارت أسمع نزيل أقعد دور على الترتيب ترتيبها مختلف ترتيب مختلف صححة عادي صحح صحح وتعلمها يا زينب منهور التر أنا أنا متأكد نحن عادة نكون عندنا شوكة في صوب حلو سكاكين في صوب فعلي حلو نحن نحطون شوكة في الصوب سكين هذين هذين حطون بكل مماكن معينة ترتيب ما ترتيبها خطط اللي أنا غير خطط أنا ما أقدر أقول أنه خطط لأنه عند مطبخ الإضالي يختلف عن مطبخ الفرنسي مع المطبخ الروسي مع المطبخ الألمانيا مع المطبخ البراطاني كل مطبخ عندهم ترتيب مختلف مختلف داخل متوسطة و 60 متوسطة اذا كانت تكون كبيرة من الوجبة الرئيسية فاستخداماتنا دائما يكون من لبرة لانت داخل ندخل واحدة واحدة في استخداماتنا اذا عندي انا شربة بعد تكون موجودة شربة تكون موجودة ملعقة الخاصة فيها الشربة تكون موجودة الشربة كثير من الناس يأكلوها او يتناولونها بطريقة هذه نفس طريقة مناكل اي شي ثاني نقول لا المخروب والخشوقة هذه ما تكون هي خشوقة الشربة ولا هذه صغيرة هي تكون شكلها دائري مجوفة نعم وطريقتها بهذا الشكل ما شاء الله انا تدري اول مرة عارف احين 26 سنة عايش ما ادري النتيجة احين بزيط طالب هل نوضوع بيني وبين طالب هل تستخدمها بهذا الشكل ولا غير ضمانة اوك اذا كان طارق اذا كان صحب مندي جدا لا ترمانة احنا معلومة اللي نحن تكلمنا عنها اللي هو كيف مثلا الشخص اذا خلص اكل احيانا ما عيب الاكل فيقولون ان في طريقة انا قلت انا قلت طريقة شو شو خوز الصحن هذا المعنى كمارة طارق مثلا نحط نحن الصحن هذا الشيء شربة موجودة معناه يكون موجود يكون موجود اذا مش شربة يكون صح للسلطة اذا ما عندنا صلاطة او الصلاطة تكون موجودة لا يكون صح طارق هذا البيت هل شو اسمه البيت على قدي اذي 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 بس متى متى نرفلها ونتكاولها في هذا الشكل اذا كان صحن شربة مقبض او مقبضين اه اوكي في الحالة هذه انا تكون الشربة اللي هي ساهلة حيلا ما نحط شربة فيها شقف كثيرة نخليها من قطع خضار ونحطها بصحن شربة فيها مقبضة او مقبضين حيلا لان معناها تسمح للاخرين اللي شربونا ذات طريقة والله تتقري انك قاعد يزيدني فعلا من زينب قاعد يزيدني في معلومات المفروض انا وياتم تعلم منها وفيها صلايا كذلك يستفيد منها احبت شي تعزمونا بعد ذلك ما عني ولا يهمك اذا سأل عن موضوع الاكس يوم تحط الشوكوس ترى تختلف يا حسب المطبخ حسب المطبخ طيب انا انا فاد عفوا انا وضيكاران صحت الخير انا فادوني في شغلة يعني مش فايدة انا بل فايدة منك انت هم قالوا لي احيانا اذا ما ايبك الاكل او شي تكون فيه طريقة معينة باستخدام الادوات هذه ان اتعبر عن او تقول الشيف ان هالاكل مش كويس واتمنى ان ما تحصلين عليها يا زينا لا كيف انا قللك شغلة في ناس تحط الشوكوسيكين بهالشكل ايه هاي ان الانتهاء لأكل مثلا حلو تمطلخ من المطابخ غالبا مطابخ فرنسية حلو لكن المطابخ الثاني الاوروبية الشوكوسيكين المكان حرف الاربع بهالشكل مكاننا ساعة رقم اربع يكون هالصوب بهالشكل ان انتهى الأكل حلو اذا تضطيها هالف مطابخ الرببي بهالشكل نفسما قلناه المطابخ الفرنسية ان انا بعدني اكل حلو نحط الشوكة في صوب ونحط الغاجوكة في صوب ما كنا نعرف ما كنا نعرف ما كنا نعرف ما كنا نعرف ما كنا نحسب على كل إن هذا والله أنا ممكن نحطها في مطعم ورببها الشكل بس ما كنا نعرف أنا نحسبون أن أجبني الأكل لكن بنية صافية يعني حطيت أي كاميرا نحن عدد أنا كاميرا واحد إذن أعزائي المشاهدين راح نروح لفاصل قصير ونعود لكم من جديد بس خلوا عيونكم على بينونا المخطنسة جميعا ن epis Cell الأخطة المخطنسة المخطنسة الأخطة المخطنسة ثالثة المخطنسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مضى الشعب يعطي ويجود ويحمل الى الدنيا فتحمل اليه لم يمضي وقت طويل الا وكان قد جمع ارثا اقبلت الارض من شرقها الى غربها لتراه واقبل هو يحدث عن اصالة ماضيه ويهديه مرت الايام وتحقق الحلو ورأى الشعب الدنيا بأسرها فرأته وان لم يبعد عن ترابه خطر اشتركوا في القناة 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 أرجعنا لكم من يديد أعزائي المتابعين ومشاهدين قناة بينونا وين ما كنتي وأحب أرحب فيكم من جديد وأحب أرحب ضيوفي قبل كل شيء الأستاذ أذياب أحب أرحبك أذياب العسيري الأستاذ أذياب العسيري من أشهر مدربي ما هي الأيكيدو 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 في البطن العربي حاصل على الحزام الأسود ثلاث مرات من الاتحاد الياباني للأكيدو الأكيدو قام بإدخال الأكيدو في منذ دارس الدولة كما قام بتدريب الشرطة عليها دعنا نعرف عنك أكثر أنا شوف أنا بداية لو لاحظ أنا أسألك عن الاسم هذا بالنسبة لي هالاسم صراحة يديد علي والله العظيم يعني أول مرة أسمع فيه أول محكالي عن الموضوع هذه اللعبة المعد معد البرناجة بتلاها شول بعد هذه اللعبة أزياب تخبرنا عنها أكثر الأكيدو هذا فن ياباني من الفنون القتالية اللي حاولت أنا خلال 2007 إلى الحين أنا حاول أن أدخلها بين الشباب هو فن مختلف عن كل الفنون القتالية الثانية أغلب الفنون الثانية أنت كيف تدافع عن نفسك ولو فيه كان إذاء للخصم لأمامك الأي كدو لا فن يعلمك أولا نبط النفس ثاني يعلمك كيف تدافع عن نفسك بدون ما تأدي الخصم لأمامك والله ما أدري صراحة شو أقول لك أيضا رحب قبل ما ترحب ختنا أنا برست أذنو طارق بنسير هناك شوية مسرع ما شاء الله ناخذ لنا جيم ويالريال ليوم ما تخلص أنزين خلص أنا أذنك نعم بس قبل 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 أن تروحوا بنعرفكم على بدرية ما خلصنا بدرية حسن الحسني مصممة عبايات وجلابيات أربع سنوات في مجال التصميم صاحبة نحل دار دار تيارة ديزاين أحبا رحبتك بداية مرحبا بك شو رأيت في المقر هذا المقر السري حق الفنانين والناس اللي تكيت ويعبينك بعدها شو اسمها مصارحة شو قتلي فيصة بنسيطة عمرك هناك بن نلعب ويا طارق شوية نشوف اللي تكيت موالة في اللعبة نشوف وخبروا لنا شو نتائج اللي بك صدر أحكم ومنورينا ألا أخبركم فعلوا فتاتيجا أنا فايدس بس تم فاصل من أور أستاذ ذي الله خسران أقول لك تدري ليش أنت حرار لأن درس التكتيك مالك قال يشوفه درس التكتيك مالك بعد ذلك خبريني أكثر بدرية عن عن تصاميمك وعن أمورك اللي قاعدة تلعب لعبها أنا لا أسمع صوتك لو تعليم صوتك شوي زيجي مجال التصميم مجال وشيء دي دخل فيه قبل أربع سنوار هذا أحب مجال التصميم والفاشن وأحب أدخل دائما القطع في الديزاينار في وايد أشياء دخل على عباير الخليجية آخر فترة حلو بس يعني فيه أنواع يعني فيه جطع تدخل في العبايات يعني كل العباية لها لها ومكان مناسب لها نعم التصميم مش شرط أن يكون فيه دراسة للتصميم ممكن تكون موهبة حلو نعم فأنا دخلت المجال موهبة مش إن الدراسة درستها حلو ما شاء الله عليك نحن قاعد نشوف أيضا في السناب اللي هنيم عارضينها على نعم السيديو هنيم ما شاء الله عليك خبرنا عن أول تصميم 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 كان بشغل الإيد رسمته وخليتهم يخيطون لي بالشغل عبايات يعني عبايات مناسبات العبايات اليومية أول تصميم هذا دخل فيه قطعة قماش هندية يعني القطاع العبايات تكون ليس دائما قطعة نوع واحد ممكن يدخل فيها كذا قماش في العباية تصميم الثاني احترت فيه شوية دخلت لون ثاني غير لون الأسود اشتغلت على القطعة الشمتون الهندي الغري دخلت معها تطريب فهي العباي ممكن تستخدم يعني استخدم حق العزايم حق المناسبات تصلح يكثر ان شاء الله 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 اخرى كانت عندي تكريم من المجلس العالمي لفنون القتال في كاليفورنيا لكن ان شاء الله ان شاء الله يا رضيك العافة أنا فن السعيد كونك متواجد أيضاً في البرنامج قبل السيور و..أنا أدري أخاف تسوي لي حركة شيء يا ريال لا أنا يا يائي لازم أعلم حدنا المفروض بس لا أطبق علي أنا أبعدني لأكس أنت اللي لازم الوحيد لا أطبق عليك ننزيح نحب الخبر عفواً مشاهدين الكرام عن مسابقة المثل واللي عليها جائزة 5000 درهم مقدمة من قناة بينونا الحلقة الأولى طبعاً والإجابة الصحيحة كانت قصدي عفواً الحلقة الأولى ولا إجابة صحيحة فنروح للحلقة الثانية اللي كان الجواب الجار قبل الدار وراح نسحب عليه إن شاء الله ونشوف منه اللي راح يفوز بال 5000 درهم اللي مقدمة إن شاء الله من قناة بينونا بتسحب شو اسمه؟ بتسحب ويايا إن شاء الله قم زين؟ طبعاً هالفايزين؟ يا عشو هتغش انت؟ نظر بياه الشيء اللي أفعليك بسم تقررنا إياه؟ السالم سلطان سالم سالم سلطان سالم في الحلقة الثانية كان وهو الإجابة كانت الجار قبل الدار طبعاً سالم سلطان سالم تستاهل عليك بلف عافية بهالخمسالة في درهم خبرنا بعدها شو بتسوي نزين لازلنا مستمرين طبعاً شوف شرايك قبل كل شي بياب خبرني عن مطبخي شو رايك فيه فناه أنا شفته ويمكن نشوف هنا والله عادي ممكن مشاكل بناكل أفا عليك أفا عليك بطلخ بدون أكل شوف طارق قاعد يلعب شوف هيا يا طارق نشوفك تلا هيا يلا 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 أنا بأفهم يا أخي عيسى هادي اللحبة أقول لك دورة الحين دورة المفروض المفروض هل تستوي أصلاً ولا؟ تستوي شوف طارق شوف طارق مفروض لا تغش ها 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 who ها ها يصل ياخي ياخي وهو يغني سمعنا شي بسيط يلا يلا خلوه يسوا غني سمعنا سمعنا شي بسيط إن شاء الله وعذبتني بسبب فرقك ظالم وأنا بالقلب مغروم قلبي جمع أمشي وياك وش حينتي والقلب مغروم وش حينتي هذا مش نوع من أنواع الاتيكات هذا طارق مش نوع من أنواع الاتيكات خسارة طارق خسران طارق خسران لو سمع اسمع هذي موجهة لك هذي موجهة يلا يلا سويا سويا خلونا نكمل جواز الحلقة الثالثة أيضا ونشوف منون ربحان في مسابقة المثل هاي هي الكيو كارد مالي وإن شاء الله راح تكون جائزة خمس تلاف درهم مقدمة من قناة بينونا أعتقد نحن خلصنا من اللون البرتغالي بس أنا ما أعرف كيف أردهم شي بنسوي بهم نزيل وبنحط ما نحنيه وبنيه بالأزرق ويا الله يلا هاي خمس تلاف درهم من نصيب منو ما نعرف بتساعديني بتصحبي نسم طبعا الجواب كان الشيفة الشيفة والمعاني ضعيفة هذا الجواب كان لثاني حلقة عفوان لثالث حلقة وإن شاء الله راح نشوف منون اللي بيفوز بالخمس تلاف درهم كيف تلاف وعفوان ما أسمع الكنترول شو تقول إن شاء الله رقمه بيكون موجود هنا وبنذكر آخر ثلاث أرقام تسحبين حظكم موجود هنا موسيقى 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 الحلقة الثالثة الإجابة الشيفة الشيفة والمعاني ضعيفة محمد أشرف عبد المنعم محمد أشرف عبد المنعم طبعا خمس تلاف درهم مقدمة من قناة بينونة مبروك تستاهل يعطيك العابية وإن شاء الله دايما تشارك في بينونة طبعا آخر رقم من رقمة صفر أربعة أربعة آخر رقم من الهاتف صفر أربعة أربعة للفائز محمد أشرف عبد المنعم تستاهل؟ يا عبد المنعم بنسوي سحب أيضا على الحلقة عندي الخامسة شوفي ما شاء الله الثالثة والرابعة ما حد فاز فيهم يعني خمس تالاف روحا لك شيء تباهم ذياب؟ ايه نسل الأزرق هذا نسفر وبنعج هنا الأخضر يا جماعة الخير شو رأيكم في مروحة ديكور هذا؟ شوف ترى طاولة وديكور يعني طاولة أفوا ومروحة تحت ذكرتني في شيء شو ذكرت؟ في الصراج المكينة وعنبوه من كبار وايد كبير زين هالمرة عاد أنا بسحب باشوف من هو شسمه زين بسحب والله طرح ما مغاش نشحب ومعرض من هو مشاركة ها 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 سحبنا نشوف الخمس تالاف درهم تروح الخمس تالاف درهم تروح الحلقة الخامسة بطول طول انخله والعقل عقل اسخله حق محمد سالم ومحمد سالم تستاهل خمس تالاف درهم مبروك من قناة دينونا مقدمة لك خمس تالاف درهم طبعا آخر رقم من رقم محمد سالم هو صفر اثنين اثنين صفر اثنين اثنين الرابعة وين يا جماعة الخير الرابعة ويندنا الحلقة الرابعة والثالثة الرابعة والثالثة صح؟ ولا الرابعة بس عندنا الرابعة ما حد مجاوب ما حد مجاوب يا جماعة الخير شاكلي انا باخذ الفلوس انا باخذها وبنوزعها على شي اسمع على ضيوفنا ولا بناخذها انا وذياب بنستغل الفرصة هذه لا والله تستاهلون كلكم والله نزين لا زلنا مستمرين انا ما ادري شو قاعد يصير في المطبخ هناك وعندي وعندي ايضا حضيوفي في المطبخ قاعد هناك نزين نوف الجهضمي انا يا ينتش نزين خمسولف بنصولف ويات في المطبخنا نزين بداية النوف مسات الله بالخير وصبحت الله بالنوف نزين شخ بارك نزين شخ بارك شخ بارك شخ بارك نزين شخ بارك انا شفتي قاعدة في المطبخ اشم الريحة نزين نزين يعني تمديني ايدتك ونحن بعدنا موش اسمك نا هي بتاعدني نزين نزين اماراتية طموحة صاحبة الخيال السينماي في مجال الميك أب والخدع البصرية ولها مساهمات في تطوير خلق المفاهيم البصرية الأبداعية وتطبيقها وتطوير مفهوم الدعاية والإعلان ومدى تأثيرها على المشاهدين حاصلة على جواز منها جائزة رواد الأعمال الشباب الملهمة إشراقات تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت الحمدان بن راشد المكتوم في عام 2012 خبريني عن هذه المجائزة المجائزة مجمعين يعني كان مختارين من بين هذه السنة يعني ثلاث من هو العمل الشباب مشاريع يعني مبدعة وأنا كنت من بينهم ويعني اتشرفت يعني كان شرفت نزين فيها سئلة معينا حابة تسالينها زيند هو أننا عن المطبخ تعرفين الحرمة دائما تكون خبيرة في أمور الطبخ مقدوم 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 على خدعت خيكم صراحة على كل حوال وين وصلتي على حابة تسالينها؟ خلس أسالها يا لا، نسأل كم رأى دخلت المطبخ؟ دوم ما دخلوا للمطبخ سندويشاك على خفيف بيض ترفي هالكل بيض بيض الطماط خبينة وين وصلت الطبخة؟ يا الله تطططن مقدوم حلوة شو رأيتش في مطبخي نو حلوة شو رأيتش فيه؟ مطبخي 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 خبس او مشاكل ترى يعني الضارف؟ نالو خلاص خلاص مطبخي مطبخي خمس دقائق شو رأيتش ساعد 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 بساعد شو رأيتش كله مرة ما كيجتي شخص او يعني ما كيجتي شخص في عالم السينما مثل ما تذكرين انتي أو كنت كنت ناقص لنا شي مثلا روج ماذا تسمون به هذه الأمور بعد؟ فندوشن فندوشن شيء جديد وما اكتمنت الوجه لا اكتمن هذا هل صادفت هذا الموضوع؟ لا لأنه يجب أن يكون جاهزة كل الإحتمالات بالذات في هذا المجال يجب أن يكون في شيء بروبة وعدة مرات يجب أن يكون مستعدة والرديم حذرة من قبل قبل أن يكون مستعدة للمكان هذا المعين وحذرة لهذه الأمور فدرسنا موضوع حسنا شخصية يجب أن يكون جاهزة ما هي الأفلام التي كنت تواجدة معهم ومشاركة معهم وعملت لهم الميكب؟ كان هناك فيلم اسمه حمد في مهرجانات فيلم اسمه ومشاركة 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 فيلم اسمه كنت تبقى كنت تبقى بمشاركة ومشاركة لن تبقى يا زينب، ها، الله هالله بنكل، يوعاً تعاني خمس دقائق وبالذوقين إياها، زين زين، تفضلي استريحي، نوف، دياب، أنا بستوي رحية، وتعلمني شي من شو تساوون يا جماعة الخير أنا أكون مياك فاحية، وتعلمني على حركة بسيطة يعني كيب، قالك ها؟ يالله، العادي نكون يالسين؟ لا، لازم نوقفيني واقفيني؟ يالله خلاص، أنا خلاص قاولك، لا خلاص، لا خلاص، لا خايل يا شاهد، اشهد، ما يحتاري، أصل كاملت كلانيني لاحظ، الأيكيدو هي تقنيات على المقاصل الإيدي شوفي، هذي وضعية الإيد الطبيعية الأيكيدو تكون وضعية إيدك، بهالجهة اوكي؟ او، يهل الجهام اوكي؟ او، يهل الجهام اه، اه لازين بحضن، ابحضن، ما خلاص رأيك تعالوا تعالوا تعالوا، يالسين هناك علفادي الله يهديك تعالوا تعالوا، ما كملنا لا صبر، ما تكمل معانيك؟ ايب ليك، باقي بيك، اثنينة عندي ديانة فيصل، اذا عادي كي، اذا عالك، لست مجودًا حد سعلني هنا عدي، سنتي زعلها خللي زعلت سنة هنواري قضي حبيبي العيد يا عيب زين زين قلنا نحن العيدين واحد اوكي انين اوه العذا زين اربعة ووهوية خمسة شوف هذي الوضعيات الوضعيات في المفصل في شي تاني؟ بيصل لا لا تعال بيصل 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 لا لازم علمه هو مرتين الاقراف يتعاقبه الآن شوي هني مكسور شي هني مكسور لا تعليم تعليم عشان ما تساوي شي من تغنيات الايكيدو لا 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 صحابة كيف انا اضغط على المنطقة هذي بوضعية معينة اقدر اسيطة على الشخص كان تعلمان حشين لو خالفين انا بكون بدادة اكبر ماشا الله عليك عادي لاحظ لاحظ وضعية تريدية يمكن انت تنسى بالغلق شوف اوه شوف انا بهال وضعية شوف انا بهال وضعية شوف انا بهال وضعية سيطعت عليها حتى لو عنده يستخدم ايدك ثاني شوف يستخدم ايدك ثاني سيطعت هنا اوه ما شوفوا ما بهلك سويت شوفوا مقدرة شوفوا وزان اسدي تدري؟ هادي.. هادي تحيو الورد منزين وشو بعد؟ تاعش 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 انا فوقنيف اظن ما سأقالكم مطر يضع ليكو يعطيكم العافية منزين بمنا نحن شو وارثين وشبيه بنسوي فريق منزين بنسوي فريق بيننا وبين البنات و بنشوف البنت بدون بدرية بدرية انتي حكم بتكونين أوكي نحن عادي دياب ونوف وطارق وفيصل وانت مع منوف انا حكم تاني انا بدري حكم اوكي انزل شفي الترتيب مواطين عليه ولا مواطين على اهلاك كنت بحكم كاني غالط واني كويدي كان حكم انزلل على المعناته فيصل ودياب وطارق ونوف حلو انزلل عزائي المشاهدين قناة بينونا بنروح لفاصل بسيط وان شاء الله راح نرجع لكم بس عيونكم خلوها على بينونا وراجعي لكم اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 يلا المترجم للقناة 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 أعتبر منكم أريدكم التفارس مع ضيوفي بروح عند ذياب ونوف بشو ممشو سوعتك من معذره والأكل عنا بشوكم خلكم انتم هنا وصودوا مع بعض طول 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 فيصل أنصح كن لك كتي وتشل الصح على نخير لأنه بيطير لأنه بيطير لأنه بيطير وفي خاطرك البلاليط تعال حط وعليك بالعافية كم كالوريز بها لا استريح أو تعال 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 خلي خلي هني أمورك طيبة معا أعلمنا التكيت و أبريك تكون عدة نوف عدة نوف توخرين شوي در ملكي أو أطفل ما شاء الله معا شاء الله معا شاء الله ايتس ع소ق ايتس نوف قبري لم منذ aqui سنمائية كم فلم شاركتك يعني حوارنا عملó عفي ذات سنوات عشر بال عشر فل ماشاء الله دائماً كل ما روحتي مكان تبكيين على الموقع أنا أذكر سويحان كانت فيلم ثريدر حلو مزين وعاد تصوير من سعة ستة الفجر حلو من سعة ستة المغارب فهل الوقت يعني في الصيف نحن كنا حلو مزين فتحت الشمس في البر ماشاء الله إحترقنا مزين وبدأت أني سمرة إنشويت مزين 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 هو موقف مبحك ولكنه حليل في ناس أغمون عليهم لهذه الدرجة من الحر فأبداً ما ننسى هالتات أيام التي تحت الشمس يعني عفلنا مزين ما المواد التي تستخدمها في التجميل؟ الطبيعية التي تستخدمها في التجميل؟ طبيعية يعني كيف طبيعية؟ المواد الطبيعية يعني المثلاً في المطبخة شيئ طبيعياً نحصلها؟ كثيرة ومستخدمها في الأكل يعني مثلاً في المكياج بالذات الأشياء التي أنا سويها كشخصيات كبيرة وكتغيير ملامح مزين يعني عندك مادة السيليكون وهو تكون يعني الأقنعة لتشوف مثلاً لو تشوف خلف الكواليس هل هذه مادة طبيعية؟ لا تعتبر مادة طبيعية لأن المكياج أبداً ما فيتي مادة ما في شي طبيعي حسناً 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 يعني فيه أشياء مثل مكياج المنر الميك أب وليقولون أورغانيك وهالسوال فيه مكياج هالنوعية بسبب لأن الأب يعني مبط طبيعية يعطيت العافية إذا كي؟ لا تكلمني أنت خرص أنت عليك بالعافية شغول أخوي ولكن فشليت هذا حطيته بعيد لأنه يدمر الأكل لا 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 الشي تأكل تأكل فجأة تتعبض الهيل صدق الهيل صدق الهيل وخرتها بعيد هي حطيت ليها فوق شي أنا شاكر لتش زينب وإن شاء الله القيماتش بانشلين ويانا البيت بانتسحر بينا البيت إذا وياكم خلص أنا خلاص طائرة ما أكل شيء لا 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 بتريع بسياد سحر بينا هناك بعد في شيء ثاني نترك هيا هيا خلونا أغوف نيلس في السليب نعم شكرا ترميدك ونصورة فندقل شوي أفر مع بعض يلا نعم أرحية تفضل بس تسوين شوي نوع عشان يقعدوا يربيض هنا يعطيتش رأى أفر نزيل أنا بدايةً أو نزيل ما حابين تحلون شيء صب لكم القهوة هي زينة بعد البلاليط زينة طيبة أنا ما بقهوة صب لهم ولا نصد؟ أنا لا ما عليك خليني لا تلعب لعبة العمر هيا يا مذيع هيا صب شاي المفروض مفروض يعني نحن صب لك شاي صب لك شاي صب لك شاي أشرب شاي هل تشرب شاي؟ قهوة قهوة؟ من قهوة كان عادي شاي تشربون شاي؟ والله طيب ترى بعد الأكل والشدي طيب أنا نستريش شوية يحضر نحنون من الأكل زيدك ريال؟ هيا ما هل تشربون من دينة يبال أخبهم بعد ها شي خفيف يعني يبال أخبوا؟ شكرا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة دائماً إذا كان على عفويته، هل تأييدني الرأي طارق؟ بالتأكيد، دائماً تصنع يخلي الشيء جامد شوي فعلاً أكل عفوية دائماً هي في كل شيء دائماً نقول حتى فليتكيت، نقول خليك عفوي في تعاملاتك مرة فعلاً، فعلاً، نزيل خبرني عن طبعك من البرنامج والله واد حلو البرنامج أولاً، يكفينا نتقينا بـ الله يسلام الله يسلام سفلانة، شباباً، 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 أصطقان أنّيقي توحشة بأمانا سكونني أنت اسمنا في أست Опقدة، Mitصد الحياة، تعرفني على الجوة؟ ouncesbai Sal الذي هو، رائح كثني طبعاً من بداية البرنامج؟ نعم هذا البرنامج طبعاً لا ساعدك الأن الله ساعدنا وقام بقعد وغيره ووديهم يلعبون وأجلق الضيوب أو أجلق الضيوب خوفي العراكات عليك كنت هذهه مراحة قسبت هنا فعلاًم يتداد أخط comed give to channel أنا أباً يجعلني أخطأت Modern channel لو تبغينا نسوي ضغطة لي بعد عشان الآن عالي مشكلة زين الفدرية في خاطرتش بمانا عندنا فيصل نحن اليوم زين وفيصل معروف ان مطرد غنائي زين مش حابة يعني لنا يعني ليش لا اختارينا اغنية تيه اغنية صعبة يوسمح تيه وبسرعة يلا لنا عدة دقيقة اغنى لأحلام احلام حاضرين وبغيظك قلت لك ما بيك انا ما بيك ما اقول الله ولو فكر انا اخليك حبيبي يلا ليقل تراني ما اروح بعيد مهما صار يا حبي صحيح احيان اجيب العيد ولكن من وراء قلبي بغيظة الله عليك والله على احساسك يا فيصل شكرا لكم شكرا لتش بدريا على تواجدت وانتي ايضا نوف وذياب وطارق وفيصل الله عليك واشكر الشيفة عفوا الشيفة اللي متواجدة في انا خربط دايما الشيفة بتحرقوا شكرا للمتابعتم شكرا للمتابعتم شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة وان شاء الله باتشرا على الساعة وحدة ونفس التوقيت سنطلع عليكم مرة ثانية بضيوفنا الجدد وخلو خلو عيونكم دايما على قناة بينونا وان شاء الله باذن الله سنلاقيكم باتشرا بنفس التوقيت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 مهما اللي علي تدور حبك ترى في الصدور أنت يا بدر البدور لك كل حب وشعور يا أمنا يا الحبيبة يا الغالية يا الكريبة اسمك بقلبي وجيبة في غيفتك والحضور أمي يا أمي يا الغالية يا الغالية انت يا أمنا يا الغالية يا الكريبة يا الغالية يا الغالية انت يا أمنا يا الغالية يا الكريبة يا رب هو رحمة للناس أرسله رب العباد هدى وتبيانا يا رب أكرم أمنا شرفات في محمد فضلا وغفرانا هو رحمة للناس أرسله رب العباد هدى وتبيانا يا رب أكرم أمنا شرفات في محمد فضلا وغفرانا يا رب يا رب يا رب وعليه صلي وكل أمته عونا وبارك رب مسعانا عونا وبارك رب مسعانا اشتركوا في القناة 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 عن علقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب تأملت والدنيا بها العجب والعجب تروح بلا عذر وتأتي بلا سبب فلا ظلها دان ولو طال أمنها وسل عن هواها كل من ودها خطط وسل عن هواها كل من ودها خطط ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب نم قرير العين بعد التعبي يا أبي الأكبر من بعد أبي صانع المجد وربان العلا وفتى الخير وزاكي النسك وفتى الخير وزاكي النسك أنت ما كنت لشعبي قائدا بل زعيما لجميع العربي نم قرير العين بعد التعبي يا أبي الأكبر من بعد أبي صانع المجد وربان العلا وفتى الخير وزاكي النسك أنت ما كنت لشعبي قائدا بل زعيما لجميع العربي بل زعيما لشعبي قائدا بل زعيما لشعبي بل زعيما لشعبي قائدا 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 بل زوالك سلو سلو على الشباب يلا مع السلامة بل زعيما لشعبي قائدا بل زعيما لشعبي قائدا بل زعيما لشعبي قائدا اخذت لي واحدة فقيرة وافتكيت من هاد طلبات ها حبيبي جاهز لليوم عدا أبا اعزيمة لصارته لاستوت ابا مطعم عالبحر وأبا هدي يا غالية حبيبتك أنا استغال صح؟ حبيبي؟ حبيبي أكلمك أنا من سرحان هاي من سرحان أقولتش أنا أنا نبيل تبا تصالفيني بس يا أشوف المباراة زين؟ مبارا ويت 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 انت لست موعدنة شو؟ أي مامي موحد عرسنا اي عرسنا اي عرسنا حزيلا قلتش انت سيري بدلي وانا بعد بسير ابدل وبسير البنك بسحب اللي باجي هناك وبتصل بك زين مو بتتأخر لا لا ما بتتأخر يا ما تأخر تستاهل تستاهل كلم منك انت النحس اي الحد حد يطالع فوق ويتعلق بشي اكبر منه مينون انت حد ياخد غني خذلك فطيرة لكن يقول المثل لو كل من يقل لا يقول المثل ما هو المثل الشعبي الاماراتي اللي يعبر عن هذه الحادة للاجابة ارسل رسالة نصية مع كتابة حرف مين ثم اترك مسافة يتبعه المثل مع ذكر اسمك الثلاثي على الارقام التالية وقد تكون الرابح بخمس تالاف درهم اماراتي سيعلن عن الفائز عند الساعة الواحدة بعد منتصف كل ليلة في برنامج قبل السحور هذه قصة شعب كان يحلم يحلم ان يرى العالم ويرى فكان كلما قابل احدا اهداه تذكارا واخذ منه ما يذكره به ويحكي عنه وبقدر ما فتح للناس قلبه وعقله ومحه ترك لهم من عالمه وتركوا له من عالمهم مضى الشعب يعطي ويجود ويحمل الى الدنيا فتحمل الي لم يمضي وقت طويل الا وكان قد جمع ارثا اقبلت الارض من شرقها الى غربها لتراه واقبل هو يحدث عن اصالة ماضيه ويهديه مرت الايام وتحقق الحلو ورأى الشعب الدنيا باسرها فرأته وان لم يبعد عن ترى به قدره اشتركوا في القناة 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 وما في ريال ما يتمنى يأخذها ويتزوجها مرات الأيام وفي ريال حاط عينها لحمد وما يشوف غيرها حرم له ويسير عند ابوها دون يقول لي يا عمي أنا شارنكم وبناصبكم لكن عاد وحليلة بحص ريال فغير على قده ما عنده شيء غير ذيابه اللي عليه المهم قاموا يسيرون البحار هو الريال ويصيدون يا رب هم يطلعون شيء حق العرس ومرت الأيام وفي يوم من الأيام وهم سايرين البحر كان يغرق الريال اللي يبقى الحص يبقى يتزوجها غرق في البحر ومات ويوم مات هردفوها مسكينة الحص ولأن كل العالم حزتنا الغرب يطلع صوت من البحر مثل صوته ويزقر يبولي حمدة يبولي حمدة الحين اللي ما يعرفون الريال يوم راح في البحر مات اختفى ما حد شاف جبتة ولا شيء ولا ما حد يعرف لكنه أكيد أنه مات المهم قامت الحص وتنشدت قالت شو سالفة الريال هذا وتنشد العرق قالوا لهذا مات كان يبات ومات في البحر ومرت الأيام ويطلع الصوت المغرب حق المنطقة على البحر يبولي حمدة يبولي حمدة نفس صوته لكن ما شاء الله أبو الحص وخوها شجعون ما يخافون البحر راحوا قالوا بنزين نشوف سوالسالفة هذي عاد أمه الحص قالت حق الحص يا بنتي تحملي على عمر تتسيرين البحر لكن حص ما سمعت كلام أمه أنزين وراحت تبتر الشاء منه اليني اللي يظهر بالبحر ويقول يا حمدة يا حمدة قالت بسير بطلب منه ما يضرها لي ولا يسوي بهم شي وراحت ويلست على الشاطئ عند السيف وكانت تقول هاك القصيد اللي في غزل عاد أنا ما يحذرني الحين شو القصيد اللي تقوله المهم ولا يرد عليها نفس الصوت يرد على القصيد هيه رد عليها الصوت ولا هي تطالع في البحر شوية ولا تطالع ذاك الريول لا بيض الحلو اللي ويها ينور وشارت ومشت صوبة مشت صوبة تبيت تقول لا أضرها لي لا أضر أخوه لا أضر أقول لا أضر العرب ويوم مشت راح تصوب البحر راحت ولا رد تغرقت داخل البحر شفتوا يا عيالي تحملوا من البحر ما وصيكم شفر جميعها المثال نفسه كان ن blonde Steven زمن من البحر داخل ح bury 觉得 اشتركوا في القناة 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 لا لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه قصة شعب اشتركوا في القناة 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 طبعاً اليوم معي الحلوات نوم في شمسة الحمد لله بخير الحمد لله بخير بس أبا أسألكم سؤال كم مرة صرت مهرجانات تراثية؟ طبعاً أنا عن نفسي رح ترحتي لشمسة هاي أنا حضرتك مهرجان قصر الحصن كان وائد حلو ومنظم ودخلت قصر شيخ زايد بن سلطان الله يرحمه الله شو شفتي داخل؟ شفت سيايا القديمة وشفت الشرطة اللي كانوا واقتين باللبس الأولي والملابس اللي والميالس اللي يلت بها الشيخ زايد الله يرحمه ورحت السوق الشعبي بعد الله يرحمه ويغفر له حمسيني السوق الشعبي شو كان فيه؟ السوق الشعبي كان فيه زهبة العروس وكان في الأكلات الشعبية كنايد أشياء وانتي يا نوف؟ أكيد سر وشفت الألعاب الشعبية وفرق العيالة وشربت نامليت بعد ما شاء الله أهم شي نامليت عادل نحن صيام ما شاء الله اليوم يتوا معاكم معلومات وائد حلوة وأكيد قصر الحصن أخبركم ومعلم تراثي وائد مهم في بوضادي وفي الإمارات ويقاوم في مهرجان قصر الحصن كل سنة والحين عقب ما عرفنا المعلومات الطيبة ننتقل لـ المندوس لغز المندوس اليوم أعتقد بيكون أسهل عن الأيام الباقية أو اللف؟ إن شاء الله يا الله عشان الكل يا رب لا 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 متأخرين سيف السلطان متأخرين كرا نحن قلنا اللي يتأخر يتعاقب صح؟ بعد البرنامج خلال الأقاض جيد؟ لا نحن قلنا اللي بيتأخر بيكون لغز المندوس ليش متأخرين؟ ليش أبطيتم؟ نعم شد ثنين دخل مندوس زحمة 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 نعم شاء الله يعني أنت تسوقون وهم؟ لا 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 يلا بمعانكم ييتو كنا واسقين عند لغز المندوس فاتتكم علموات ويت حلو بل خبركم أخلافهم زي؟ يلا يا سلطان سمنعنا لغز المندوس اليوم لغزي قول يا نوف نشدي شمسة عن شي خص الطير من فوق رأسي خمسة ومن تحت رأسي صير خمسة ولا خمسة؟ خمسة خمسة كيف تعيد اللغز مرة ثانية؟ إن شاء الله يا نوف نشدي شمسة عن شي خص الطير من فوق رأسي خمسة ومن تحت رأسي صير الله لغز المندوس اليوم في نوف وشمسة الشاعر ما ضرم حد اليوم ما قول سيمش تلطان ما عمي يقول أساميكم يلا الحين نبدأ نأخذ التصالات أنا متحمسة وايدة أعرف أنه يجاوب على لغز المندوس حيبا أنا ونوف اللي بنأخذ التصالات منتورهوا خلي الجو يصوالكم اليوم الآن أنت ونوف أنا بأخذ سلطان السيف لا تخلصون التصالات لا أريد أن نقلق سلطان أولاد تنقل عليهم ولا تساعدونهم الكبار ما قلنا؟ لا يدخلوا الكبار يعني لا تتصلون أرد أن أقول دون تساعدون الصغير بس لا تتصل هيا أخذ الصلاة أسألتنا عن الطال هيا أسألتنا عن الطال هيا أسألتنا يلا سيخي سلطان نروح معنا يلا خلاص وشاهدينا بعد نتريد تصالاتكم وحماسكم عشان تياي أذكركم برغم أني موجودة على أدفل الشاشة كيف حالت؟ بخير الحمد لله كيف حالت؟ بخير شو حماسوني ومتكلمت عن مهرجان قصر الحصن أنا ويد أحب المهرجانات التراثية حسن ويد الصالة ويد يذكروني التراث الآن شو رأيت ناخذ أبصال؟ ناخذ أبصال نقول للسلام عليكم فاطمة وعليكم السلام فاطمة من من تكلمينا؟ من العين يا حي الله العين سمعتي لغز المكدوس؟ طيح شو جوابه؟ البرقع طيح إن شاء الله يتخلس البرقع طيح؟ طيح وإن شاء الله يتخلس في السحب معنا وحينة عندنا الدرايش اختاري واحدة من الدرايش ومنشبش العين العين وحينة منشبش الكامبيوتين يختار لك والسؤال يقول القب القبة القبة والهول هي اسم قلعة قديمة اسم لعبة حرفة يدوية اسم لعبة اسم لعبة اسم لعبة متأكدة حيث متهبت ومبروك فاستمعنا أكدرها سهلين إن شاء الله سمع صوتك شمارة ثانية إن شاء الله عليها سراع جاوبة حيث الآن لدينا تصال ثاني من أحمد ملعين السلام عليكم عليكم السلام ما خبارك؟ عليكم السهر علينا وعليك جاهز حق لغز المندوس؟ ايه برقع الطير برقع الطير برقع الطير ايه متأكد؟ ايه وإن شاء الله تكون إجابتك صح وتدخل معنا السحب الحين لدينا الدرايش عندك أربع درايش اختار دريشة وحدة البحر 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 يا دلمة يا مروح أي وحدة دلمة 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 يا الله يا الله والسؤال يقول متى يبدأ موسم الغوص؟ فصل الصيف فصل الشتاء فصل الخريف يلا يا أحمد تهدوني ما نقدر مساعدك نحنا رحنا ما ندري وايد سهلة يعني انت متى تروح البحر؟ أه أه يصيف أه أه ثبت 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 ثبتو يا كبيتر مبروك تسمعنا الترهم تساهل يا أحمد شكراً لتصالك إن شاء الله نسمع صوتك مرة ثانية عنا تصال ثاني عنا تصال ثاني ألو سام عليكم سمسا ألو أحسن اتى ماذا فعلت اليوم؟ قلت بيت بيت جكلي انزين، سمعت لغز المندوس؟ غدية سمعت لغز المندوس؟ ماذا تجواب؟ ماذا تصير؟ متأكد؟ وإذا جوابك صح ان شاء الله ستتخل السحب معنا واختار واحدة من الدرايش العين كل حد يختار العين اليوم؟ العين دار الزين خلي نشوف الكمبيوتر وخلينا نشوف الكمبيوتر شو بيعطيك؟ هو لعبة المختلف عندك أربع كلمات؟ ووحدة ما يخصها مختلفة ضد، اغطبوط، يربوع، جمل جمل اغطبوط متأكد متأكد ثبت جمل ومبروط، فسمعنا عكت زرهم وسهل شكرا لتصالك، وشرا على سماسة ثمار ثانية وعندنا تصال ثاني نقول السلام عليكم السلام عليكم يا محمد السلام عليكم ما حالك؟ الحمد لله شكرا لك الشهر علينا، عليك هل جاهز لغز المندوس؟ نعم جاهز هل سمعته؟ نعم ما هو الجواب؟ برقاف متأكد؟ نعم وإن شاء الله تكون إجابتك صح وتدخل معنا السحل الآن لديك أربع درايش اختار دريشة واحدة العين العين دعنا نرى الكمبيوتر ما يختار لك وكما يختار لك لعبة تتذكر؟ صور راحت يلا ركبوا الصور اختار أي رقمين؟ واحد وثلاثة واحد وثلاثة غلط تعدوني موتف إذن اختار أي رقمين وإن شاء الله يطلح صح والله نحن بروحنا ما ركزنا على طول الصور راحت الكمبيوتر ما خلاننا نركز حاول حاول الوقت مر ترى إذا اخترت أي رقمين سيستختار بتعرف وين الصور هم ستة وخمسة عشر ستة وخمسة عشر غلط حاول حاول بسرعة الوقت مر سبعة وثلاثة عشر سبعة وثلاثة عشر سبعة وثلاثة عشر سبعة وثلاثة عشر مفتوني أنا شايفة نفس سبعة أنا جفت هاي جفت وين كان؟ سبعة وثلاثة سبعة وثلاثة سبعة وثلاثة سبعة وثلاثة غلط سبعة أريد سبعة وثني سبعة وثم سبعة وثلاثة سبعة 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 وثلاثة عشر وثمıkt رأي مفتوني نباك الثوز يا محمد يلا ما بقالك غير عشر ثواني سبعة وستعش سبعة وستعش نباك الثوز يا محمد خلصوا الوقت خلصوا الوقت يا محمد بس ما علي عندك لغز المندوس وإن شاء الله تدخل معنا الزهب وتدخل فائز إن شاء الله قراد ديلكم أصدقائي بس بعد الفاصل ريان موسيقى هذه قصة شعب كان يحلم يحلم أن يرى العالم ويرى فكان كلما قابل أحدا أهداه تذكارا وأخذ منه ما يذكره به ويحكي عنه وبقدر ما فتح للناس قلبه وعقله ومحه ترك لهم من عالمه وتركوا له من عالمهم موسيقى موسيقى مضى الشعب يعطي ويجود ويحمل إلى الدنيا ويحمل إلى الدنيا فتحمل إلي لم يمضي وقت طويل إلا وكان قد جمع إرثا أقبلت الأرض من شرقها إلى غربها لتراه موسيقى وأقبل هو يحدث عن أصالة ماضيه ويهديه مرت الأيام وتحقق الحلوم ورأى الشعب الدنيا بأسرها فرأته وإن لم يبعد عن ترابه قدر موسيقى 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 الموسيقى موسيقى لغز المندوس لغز المندوس برقة الطير متأكدة متأكدة إن شاء الله تكون إجابتت صحيحة إن شاء الله يلا الحين الدرايش تخضرين دلمة أو العين أو مروح مروح يلا نذهب إلى المروح ونرى الكميوتر شي اختار لك سؤال أو لعبة تقلص مارك سهلا يلا يهلا واختابك السوء السؤال يقول القفال هو وقت القفال هو وقت معنا يا سران يلا السؤال يقولك القفال هو وقت عودد تلاميذ من المدرسة عودد تلاميذرب瓶 عودة الرجال من السباق عودة الغاص من الرحلة الغوش سرعة بسرعة يلا يا سرعة عودة الرحلة أخر رحلة كمبيوتر قالت كمبيوتر حرام عليه خلاص الوقت يا سرعة واسمحيني نتمنى نسمع صوتك مرة ثانية نأخذ قصائد ثانية يا سلطان نأخذ قصائد ونقول السلام عليكم سلام عليكم شهد وعليكم السلام كيف حالك؟ مبارك عليكم السهر علينا وعليك إن شاء الله سمعت الأفضل مندوس؟ سمعت شو الجواب؟ البرقع البرقع حق شو؟ حق الطير إن شاء الله بندخلك في السحب وترينا لآخر الحلقة عشان تعرفين إذا أنت الفوزة معنا في خمسة أراب دارهم أو لا الحين حافظ الجملة حافظ الجملة سريع حاكي أختاري دريش من أربع درائش أختار الظفر شو الظفرة؟ ببرة شو يختار لت الكمبيوتر بالم fodبة غبار 200 تدعي ven خلا على الت المختلف عندش أربع كلمات وحدة فيهم مختلفة شيلة دحفية شال سفرة شيلة ولا قحفية ولا شال سفرة شوي دحفية؟ شو يدحفية؟ هل تأكده؟ ترى ويمكنت ما تكون صح أنا بس سألت سؤال أنا ما عارف هاسم القحفية؟ نثبت على القحفية ونشوف الإجابة لا أنا ترى كنت أسألة إن شاء الله تمزين معنا في المندوس أنترى يتصالتش في الأيام اليايا إن شاء الله والحين نأخذ اتصال ثالث نقول علوة معنا شمس سالم دون اسماء أنا سالم عبد الله معنا سالم محبا يا سالم بخير الحمد لله متحمس يا سالم؟ نعم نعم متحمس سمعت الغزل مندوس؟ نعم درقة على الطير إن شاء الله تكون إجابة تك صحيحة يلا يا سالم اختار دريش من الدرايش الحين؟ العين تكت؟ لا لا العين لا شوف الكمبيوتر يلا العين شوف الكمبيوتر اختارلك إن شوف الكمبيوتر أختار لك لعبة التذكر يلا يلا بسرعة بسرعة ما شاء الله بسرعة بسرعة يا سالم اللي بعد يا سالم 12 و 2 12 و 2 صح 4 و 9 4 و 13 4 و 13 والتركيز يا سالم أكيد حد زاعد حد زاعدك 5 و 11 لا 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 حد حد كيف صور بالتنفون هي اذا اذا حد او لما حد كل واحد مجهودة اللي عقبو يا سالم 6 و 15 6 و 5 اللي عقبو 6 و 15 هيك صويناه شو بعد سبع وعشرة سبعة وعشرة عاد عندك 18 و 14 18 ما شاء الله ولا غلطة 6 ؟ شو سر الإجابات الصحيحة يا سالم أستنفون كان مركز معاني ومبروك يا سالم تستمعاني على الترهم ونأخذ اتصال ثاني سلام عليكم معك سلطان من العين مصطفى من العين مصطفى 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 سمعت لخز المندوس أيوة شو عرفته أيوة شو جوابك يا مصطفى برقع الطير متأكد إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة أحن لعبة الدرايش اختار أي دريشة لو سمحتى شو لو سأر راح من عندي بطلت شوف شاشة ما نطلع السؤال بعد انت اختار دريشة من الدرايش صلع اسمك مروح مروح نشوفت مروح بطلع لك بحر شو بختاء بسرعي الكمبيوتر يبكى راقط سأل يقول ما هو كار ما هو شو ما هو شو الكار عمود من الحديد الكابر شو ما هو الكابر عمود من الحديد سمك كبير الحجم عيش ببحري بحري بسرعي بسرعي مصطفى السمت شوف السمت يلا نثبت على السمت لا جاب انا عرفت انها خطأ بس حاول مرات مرات حتى نفوز معها ما قلبة مساعدة ما علي اللي يخسر يحالف اللي ما يحالف الحظ هالمرة يريد يقصل للمرات الثانية شو ما هل تتصال يا سلطان ناخذ التصال نقول السلام عليكم اللي معانا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اللي معانا اللي معانا اللي معانا ميثا من العين ميثا سمعت لغز المندوس ميثا ميثا ستعرفوا اذا جابتك صحيحة وانت اذا جابتك صحيحة سنشوف اذا انت ربحت معانا لخمسة طلاف درام ولا لا الآن اختار الدريشة من أربع درايف ميثا العين شوف العين شوف العين لعشانية من العين ها رعلك ببرا يوم ميثا سؤال العين شوف سؤال العين مختلف كلمة وحدة ما بمتشابها ميثا اختارك مسموح بالحل مع السلامة السموحة كلمة وحدة ما بمتشابها مع السلامة مع السلامة ونثبت على مع السلامة جابتك صحيحة جابتك صحيحة وربحت معانا ألف درام ونسمعنا صوتك مرة ثانية جابتك مش مموس معانا التصال ثاني يلا سيف نروح للتصال ثاني ألو ألو منو معانا ألو ألو مو معانا سارة فاطمة كم عمرت سارة ألا فاطمة فاطمة يلا يا فاطمة سمعتين الغذال مندوس؟ نعم الجواب حرسة كبيرة الجواب برقعة طير برقعة طير إن شاء الله تكون الجواب تصحيحة نتكرم الحنج عريشة مدرايش مروق الموح الماوح مروح سؤال البحر ترى الكمبيوتر يختارك حمس الكمبيوتر طلع لات تذكر تذكر يلا يلا شدي حيلة يا فاطمة تذكر يلا يا فاطمة 7 و 14 7 و 14 صح 4 و 9 8 و 10 8 و 10 2 2 و 5 2 أسمع أدي ساعد عادي أبدا قسدتها عادي و عادي خلي ساعد كيف تكمل يا فاطمة؟ 15 و 6 16 و 6 2 و 16 2 و 16 3 و 5 3 و 5 3 و 5 1 و 1 1 و 3 1 و 3 1 و 3 1 و 11 1 و 11 1 و 11 1 و 11 12 و 13 12 و 13 ومبروك فسي معاني ألف دارة من 8 و 12 مرة تانية مشاهدينا متواصلين معاكم باتصالاتكم لكن فاصل قصير واجعيكم شكرا موسيقى 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 اشتركوا في القناة وبحاضرنا نتصل الكلمة الطيبة صدقة فتخيروا خير الكلام النوم بقص عليكم قصة الساحرة ولا يومية القائلة والنظارة تمشى مرة ما عليها من حد هجأة الولد والبنت شافوا الساحرة تاني يندسوا ايه لو شافت تمساحرة ما تسويكم خبرونا لوليين عن قصة نوخذه وثير بودرياء يخاف من العديد وتاني أجرد ليني الحمد لله ايه ما حد يعلف شو اللي بالبحر خير الله سبحانه وتعالي في حرما لول عيوز عنده بيت من عليش يا تلمح ليلة تارل الصباي يسوي عمره النراقت ها بيقيل وان مضع عيونك ولمت حر تهرقات وراحت سارت قيلة ايحان هذه قهوة النوخة جمل حلالة غلطان ترافيل كل حلقة عندنا سؤالين كل سؤال جائزته خمس تالاف درهم جوائدنا خمس تالاف درهم خمس تالاف درهم جمال استويسوا يصحبني ترافيل ترافيل برنامج ترافيل لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رباه والبائز يا بها الأبيض السعد شهر السعادة أبشر سعد أسعد بشر بشر سعد البشر سعد البشر سعد الفهد شهر رمضان ما فا قوله تقوله أسعد شهر على بالي قالها الصح رمضان أسعد شهر شيء أبشر بشر أبشر هدف بس هلا شهر 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 اشتركوا في القناة 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 على القرص اشتركوا في القناة 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 حنين خمسة وثلاثة عش خمسة وثلاثة عش صح شكراً تتابعتي شكراً 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 صح ما شاء الله 11 و 1 صح 9 و 4 11 و 3 صح ما شاء الله عليك كملي ترى قالت وقت طويل تبعينينا شويتفاكفين عادي خمسة وثلاثة شكراً شكراً خمسة وثلاثة ما شاء الله خمسة وثلاثة غلط شكراً خمسة وثلاثة خمسة وثلاثة خمسة وثلاثة غلط آدي كملي عشرة وثلاثة عشرة وثلاثة صح يلا كملي 12 و 7 12 و 7 غلط 12 و 3 تصمّح 22 و 3 صح 15 و 8 15 و 8 غلط 15 و 7 15 و 7 صح 16 و 8 و ما شاء الله عليك اشتركوا في القناة 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 هذه قناة اشتركوا في القناة 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 يجمع شمل المسلمين بأجناسهم وأعراقهم كافة جامع الشيخ زايد الكبير تحفة معمارية من أفكار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان طيب الله ثرى اختزل الجامع بهندسته معظم ملامح العمارة الإسلامية بإبداع جمع بين العناصر المادية والمعنوية التي استند إليهما فن المعمار الإسلامي عبر عصوره المختلفة إن الجامع في هيبة منظره الخارجي سرعان ما يبعث للرأي الشعور العظيم بالخشوع في بيوت الله وأما من حيث الجوهر والتفاصيل فحال دخوله سرعان ما ينبعث في النفس انتشاء الاعتزاز بترات الإسلام العظيم وتراكماته العلمية والحضارية والعمرانية ليدرك الزائر ومن اللحظة الأولى أن هذا المكان إنما أقيم ليكون له شأن في التاريخ أسهم في تشييد الجامع الذي تبلغ مساحته 555206 أمتار مربعة أكثر من ثلاثة آلاف عامل واستخدم الرخام الأبيض والذهب والكريستال والخزف لتشييده ليصبح أحد أبرز المعالم المعمارية العالمية تم بناء الجامع على قاعدة ارتفعت 10 أمتار و95 سنتيمترا عن مستوى الأراضي التي حولها ويرتفع من بعدها بناء الجامع بمآذنه وقبابه الآخذة التكوين ليصبح بعد اكتماله آية من آيات فن العمارة الإسلامية في العصر الحديث جاء هذا الصرح الديني والثقافي الكبير ليكون منارة للتعايش والتسامح والدعوة إلى الحوار بين الحضارات وللتقريب بين الأمم والثقافات وهي الرسالة التي أرادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان طيب الله ثرى جمع الجامع بعد تشييده قائمة من الأرقام القياسية على صعيد الإبداع المعماري والتفرد في العالم إذ تبلغ سعته الإجمالية للمصلين ما يقرب من واحد واربعين ألف مصل في قاعاته الثلاث والصحن الخارجي وتأتي قبته الرئيسة ضمن المراتب الأولى عالميا من حيث اتساع قطرها الخارجي البالغ 32 مترا و60 سنتيمترا بارتفاع 85 مترا عن مستوى أرض البناء يضم الجامع تحت سقفه عدة ثريات من الكريستال سوروفسكي التي صنعت في ألمانيا من بينها واحدة من أكبر الثريات في العالم بارتفاع 15 مترا و50 سنتيمترا ويبلغ قطرها 10 أمتار بوزن قارب 12 طن ثم تأتي السجادة الأعجمية التي صممت خصيصا للجامع لتكون أكبر السجادات اليدوية المصنوعة كقطعة واحدة من الصوف والقطن في العالم بمساحتها التي تغطي 5333 مترا مربعا يأتي التناغم بين كل من الثري الألمانية والسجادة الأعجمية في رسم التفاصيل فالثريات تعكس تفاصيلها على السجادة وكأنهما صنعا بياد واحدة لتكون السجادة بمثابة مرآة للثريات تعل الجامعة 82 قبة مختلفة الأحجام استوحيت عمارتها من مختلف الترز العثمانية، المهولية والمغربية وصنعت جميعها من الرخام الأبيض وتوزعت في أركان الصحن الخارجي للجامع أربع مآذن عملاقة بطول 107 أمتار لكل مئدنة تحيط بأروقة جامع الشيخ زايد الكبير أحواض عاكسة لواجهات الجامع والأعمدة التي يبلغ عددها 1192 عمودا موزعة في الجامع وتلك الأعمدة مطعمة ومعشقة بالرخام والصدف وتعلوها تجان معدنية مطلية بماء الذهب وقد استعمل الرخام الأبيض ليغطي أسطح الجامع وجدرانه وأرضياته وأعمدته يحتوي مركز جامع الشيخ زايد الكبير على مكتبة متميزة تقدم خدماتها للمجتمعين المحلي والعالمي من خلال مقتنياتها من أمهات الكتب والمطبوعات التي تتناول جملة من موضوعات الحضارة الإسلامية وعلومها ومن بينها الحضارة الخط العربي الفنون والمسكوكات كما تحتوي بشكل خاص على كتب ودوريات عن الفنون والعمارة الإسلامية يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من مئتي عام وهي مكتوبة بنحو 12 لغة حية وتضم المكتبة مجموعات من نفائس الكتب النادرة ذات الطبعات الفريدة القديمة والمميزة في قيمتها العلمية والتاريخية يتميز الجامع بإضاءته القمرية التي تتم فيها المحاكاة بين القمر وإضاءات الجامع ليتدرج مستوى لون الإضاءة خلال الشهر من الأزرق إلى الأبيض إن تشهيد جامع الشيخ زايد الكبير لم يكن يسعى إلى التمييز المعماري فحسب بقدر ما كان يمثل نقطة الانطلاق نحو المشروع الحضاري الواسع الأفق الذي يعيد إلى الحضارة الإسلامية تألقها وروحها ويبعث ثقافة الإسلام العالية المتزمة بالتسامح والتنوع والانفتاح على ثقافة الآخر والداعية إلى التفكر والبحث والسؤال والاستكشاف ترجمة نانسي قنقر يا رب يا رب هو رحمة للناس أرسله رب العباد هدى وتبيانا يا رب يا رب أكرم أمة شرفات في محمد فضلا وقفرانا هو رحمة للناس أرسله هو رحمة للناس أرسله رب العباد هدى وتبيانا يا رب أكرم أمة شرفات في محمد فضلا وغفرانا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أسعى الشهر اللهم اجعل لي في رمضان إلى مرضاتك ذليلا ولا تجعل فيه للشيطان علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته ووفقني فيه لتلاوة قرآنك وأنزل علي فيه من بركاتك برحمتك يا أرحم الراحمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن مرء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه عنع القمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ترجمة نانسي قنقر من السيرة ننهل وبالهدى نصل وبحاضرنا نتصل الكلمة الطيبة صدقة فتخيروا خير الكلام ترجمة نانسي قنقر لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ربا والباعث يا بها لابير أسعد شهر شهر السعادة أبشر سعد أسعد بشر بشر سعد سعد البشر سعد الفهل شهر رمضان ما بقول أنت أقوله أسعد شهر على بالك قالها صح رمضان أسعد شهر أبشر بشر أبشر هدف هذه قصة شعب كان يحلم يحلم أن يرى العالم ويرى فكانت كلما قابل أحدا أهداه تذكارا وأخذ منه ما يذكره به ويحكي عنه وبقدر ما فتح للناس قلبه وعطله ومحه ترك لهم من عالمه وتركوا له من عالمهم مضى الشعب يعطي ويجود ويحمل إلى الدنيا فتحمل إليه لم يمضي وقت طويل إلا وكان قد جمع إرثا أقبلت الأرض من شرقها إلى غربها لتراه وأقبل هو يحدث عن أصالة ماضيه ويهديه مرت الأيام وتحقق الحلوم ورأى الشعب الدنيا بأسرها فرأته وإن لم يبعد عن ترى به قدره ترجمة نانسي قنقر جامع الشيخ زايد الكبير تاج المساجد ودرة المعابد الذي وضع الحجر الأساس له المخفور له بإذن الله الشيخ زايد مسلطان آل الهيان وغيب الله وفعله واستكمل البناء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل الهيان وحفظه الله وسمو الشيخ محمد بن زايد آل الهيان ولي أهد أفضل نائب القهد على المسلحة وبرعاية ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل الهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة لقد وجه اسمو الشيخ منصور بن زايد آل الهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الرئاسة بتأسيس مكتبة جامعة الشيخ زايد الكبير سرعان ما تم تشكيل لجنة عالمية متخصصة في العمارة الإسلامية وفنونها تمت وضع قائمة من العناوين الأساسية جداً في 12 لغة وثقافة ومن ثم تم اقتناء هذه الكتب إن اختيار مكتبة جامعة الشيخ زايد الكبير تكون في جامعة الشيخ زايد الكبير وفي منارته العامرة المنارة هي الأكثر بروزة وهي التي تبثل ذلك الفاصل بين الدخول في العالم الروحاني تعرض مكتبة جامعة الشيخ زايد الكبير جملة من الكتب التي لا تتوافر إلا في مكتبة جامعة الشيخ زايد الكبير وهو ما يعطي هذه المكتبة نوع من الفرادة هذه الكتب متصلة بالمسوقات الإسلامية وبالسجاد في آسيا نظراً لدقة هذين الحقلين والموضوعين فإن هذه الكتب تتضمن على لوحات أصلية لوحات رسمت فقط من أجل هذا الكتاب وهناك أمثلة كثيرة في مكتبة جامعة الشيخ زايد متصلة بمثل هذه الويزة وهي في الواقع يعني تضفي فكرة جديدة حول صناعة الكتاب في فترة من الفترة في ربما ما قبل أربعمائة سنة سابقة ذلك الكتاب الذي يعمل به يدوياً تعيداً عن الطبعات الرديفة فهو كتاب استثنائي يحمل لوحات أصلية متوافرة في جامعة الشيخ زايد الكبير كما جاء المركز أيضاً ليقيم من أهدافه من الأنشطة والفعاليات والمحاضرات تلك التي تنطلب من فهم مستنير للإسلام من خلال وجود مركز جامعة الشيخ زايد الكبير في الجامع نفسه فأن المركز يهدف إلى إدارة جميع العمليات المتعلقة في جامعة الشيخ زايد الكبير والحفاظ على مقتنياته وكذلك القيام بتنظيم الجولات الثقافية للزوار حيث يزور الجامعة أكثر من خمس آلاف إلى سبع آلاف زائر يومياً من ثقافات مختلفة حيث قام المركز بتأهيل أكثر من عشرين مرشد تغافي للعمل على إرشاد الزايرين للجامع من خلال أعطاهم فكرة كاملة عن جماليات العمارة والفنون الإسلامية والمثلة في جامعة الشيخ زايد الكبير الذي يجمع أنماط كثيرة من أنماط العمارة الإسلامية مستقبل جامعة الشيخ زايد الكبير هو مستقبل زاهر مستقبل ينشد التواصل مع الآخر أن يكون فسحة شعورية ومكان تتلاقى في الثقافات في طريق قائم كما أشرت على العقل وعلى المحبة وعلى التسامح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حيث انطلقت منها القبائل العربية فقادت شعوبا وقبائل المناطق المحيطة والمجاورة بقلوب منفتحة وعقول متفتحة جابوا الارض اخذوا معهم وجلبوا حملوا معهم وحملوا فوصل الجبر يوما الى الغرب والعمارة الى الشرق امنوا بانك لن تسبق ابدا من لا يمكنك رؤيته وهي هاتا ان ينتظر من لا يمكنك رؤيته من لا يمكنك رؤيته اشتركوا في القناة 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 في كل الأعمال حتى لو انت ماشي في السيارة وانت ماشي شفت مثلا حصاء وشفت شيء طايح في الدرب في الطريق فنزلت وازلت الأذى عن هذا الطريق الله عز وجل يحب هذا العمل الله يحب هذا العمل انت ماشي شفت واحد وشكلي يعني فيه شيء عليك قلت له تعالي فلان فيه شيء عليك من الأذى نبهى الله عز وجل يحب هذا العمل يكتب له التوفيق طيب كيف عرف أني أنا الآن الله عز وجل كتب لي أنني من أهل محبته أنت تحكم على نفسك أنت تحكم على نفسك صلاتك محافظ عليها صومك محافظ عليه زكاة مالك تؤديه تلاوة القرآن محافظ عليه ذكر الله لسانك دائما يذكر الله عز وجل في البيت محافظ على زوجتك وأنت محافظ على زوجت محافظ على الأبناء مع بر الوالدين مع صلة الأرحام القيام بأداء حقوق الخدم في العمل الإنسان مؤدي عمله على وجه الإتقان وكذلك بالانضباط هو ماشي في الشارع لا يؤذي الآخرين الممترى هذا الرجل مسدد في كل شيء مسدد في كل شيء هذا الإنسان الله عز وجل يشبه ليش؟ لأنه وازن بين أمرين أيبادة المولى سبحانه ومساعدة ونفع الآخرين وإحسان التعامل معهم هذا الذي نحتاجه من المسلم المسلم الحق الذي يعرف الله يعرف حقه يعرف الواجب عليه ويعرف كذلك كيف يتعامل مع الناس كلهم هذا الإنسان الآن يسعى في طريق محبة الله سبحانه جل وعلا الأمر الأخير لا تحقيرن من المعروف شيئا لا تحقيرن من المعروف شيئا يعني مثال يعني أنت طالع مثلا ودخلت محطة بترول أدنك واشتريت مثلا ما واشتريت عصير واشتريت بقت معاك ربع درهم نصف درهم ربع درهم نصف درهم مثال أنت طالعش في صندوق للوقف أو الهلاء الحمر إن طلعت من جيبك هذا نصف درهم أو ربع درهم ثم وضعته في الصندوق يمكن أنت يعني ما تبالي به يعني بعض الأحيان يقول ايش يعني ربع درهم أو نصف درهم لا أنت تتعامل مع رب سبحانه جل في علا ينظر إلى عملك ولو كان قليلا الزكاة فريضة يحبها الله أزوجل من أداها حبه المولى سبحانه جل في علا ابقوا معنا ولكن بعدها بالفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أمي نزع فران الرايب باليار لا تعطون حدو صي أمي أمي يمايا راع البحر مابا أبا ولد عمي في الخن يرا وردا كل يوم نتقيكم الرايح برنامج سراثي غير أسئلتنا وجوائزنا رأيكم في شهر رمضان مساكم حلا رمضان أسعد شهر ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة هنا اؤكد على مسألة البعض يظن ان الزكاة لها فضل اكثر في رمضان لا فضل له لها اكثر ولا ميزة لها ابدا الفضل متى حل وقت الزكاة سواء كان قبل رمضان او في رمضان او بعد رمضان اذا لا ارتباط الزكاة في رمضان لكن ارتباط حكم واحد من احكام الزكاة وهي زكاة الفطر وسنتكلم عنها باذن الله يا عز وجل طيب كنا قد تكلمنا عن انواع الاموال الزكوية ووقفنا عند زكاة الاسهم حسب ما اذكره لكن اعود قليلا الى الوراء الى زكاة عروض التجارة وقبل ذلك الزكاة الحلي لان لازال بعض الناس تختلط عليه الاوراق في معرفة زكاة الحلي اذا بينا ان الزكاة الحلي هناك جمهور علماء يرون ان الحلي الملبوس الحلي الملبوس ليس عليه الزكاة لانه يستخدم يعني يوميا وكذا فليس عليه الزكاة لكن ما يكنزه الانسان ما يحفظه فهو عليه الزكاة وبينا لحوط الانسان والابرار بدمته ان يخرجوا زكاة ان يستطع ان يخرجوا زكاة الحلي طيب ثم تكلمنا ووقفنا عند زكاة الاسهم زكاة الاسهم ننظر الى الاسهم الى نوعين اما النوع الاول فهو انا لماذا اقتريت هذه الاسهم انا لماذا اشتريت هذه الاسهم انا لماذا اخذت هذه الاسهم دخلت إلى مؤسسة كلانية دخلت إلى سوق معين واشتريت هذه الأسهم طيب أفلان ليش اشتريت الأسهم والله صراحة اشتريت الأسهم عندي 200 ألف وعندي أقل أو أكثر صرت أبارب في الأسهم أبيع واشتري اليوم السهم درهمين أوبات درهمين نص أنا بعت بعد فترة شفت أسهم نزلت أنا اشتريتهم بعد فترة بعت فأنا إيش أبيع وأشتري هذا البيع والشراء هنا ما الواجب وعليك أن تخرج زكاة هذه الأسهم على القيمة السوقية أي في وقت في قيمتها في حال في وقت إخراج زكاتها يعني أول ما اشتريتها كان السهم مثلا بعشرة درهم وانت اشتريت بألف أو اشتريت مئة ألف صار عندك مئة ألف مترا فرضا اشتريتها مئة ألف بعد سنة وصلت قيمتها من عشرة درهم إلى خمسة درهم فانظر إلى قيمتها في السوق خمس درهم أخر الزكاة السهم وخمس درهم يعني الآن صار قيمة الأسهم اللي عندي اللي اشتريتها مئة ألف خمسين ألف إذن هو أدي زكاة كم؟ هل بقيمتها وهي مئة ألف أول ما اشتريتها قبل السنة؟ أو في وقت الآن في وقت الزكاة أنظر إلى قيمتها؟ لا متى حل وقت الزكاة أنظر إلى قيمة الأسهم كم قيمتها؟ خمسين ألف أطلع زكاة خمسين ألف أطلع قمات قيمة خمسين ألف أقل نصاب زكاة الأسهم كم؟ نظر إلى كذلك إلى زكاة المال كم أقل قيمة خمسة وثمانين قرام من الذهب إذن الأمر الأول إذا كانت هذه الأسهم أنا أبيع وأشتريبها إذن الزكاة إيش؟ فيها طيب ننتقل الآن إلى مسألة ثانية المسألة الثانية إذا اشتريت أنا الأسهم ليس لأجل أني أبيع وأشتريبها إنما لماذا؟ للاستثمار للإدخار أنا اشتريت مثلا ألفين سهم من مؤسسة معينة طيب يا فلان لماذا اشتريت الأسهم؟ والله اشتريتها والله ما أنا ويبيعها أنا مخلينها عندي وأخذ أرباحها وحطها للزمن طيب هل عليها الزكاة أو ما عليها الزكاة؟ ننظر إلى أمرين الأمر الأول الآن انتقل إلى قسم الثاني هو عدم التجارة بالأسهم قسم الأول التجارة بالأسهم طلع زكاةها بالكامل طيب القسم الثاني أنا اشتريتها ليس لأجل التجارة بها لكن اشتريتها أنا لي أنا للزمن لأجل ريعيها طيب انظر إلى أمرين هذه الأسهم هي لشركة من الشركات طيب هذه الشركة هل هي فيها بيع وشراء عروض تجارة فيها مثل أسهم الجمعيات التعاونية أم أنها فقط خدمات تقدم مثل اتصالاتهما سوى ذلك أنا أنظر إلى نوعية هذه الشركة إن كانت الشركة عبارة عن عروض تجارة عن بيع وشراء مثل جمعيات التعاونية وغيرها لا وأدي إيش وأدي زكاةها بالكامل مع الأرطاح إذا بلغت قيمة الأسهم النصاب وهي كم؟ قيمة 85 قرام من الذهب هذا في حالة ماذا؟ إذا اشتريت أسهم هذه الشركة وهي فيها عروض التجارة فيها بيع وشراء لكن إذا كانت يعني شركة خدمية أي أنها ما فيها بيع وشراء ما فيها بضاعة ما فيها أي شيء أنا أنظر فقط إلى الأرباح رأس المال هو الأسهم لا أخرج زكاة لا أخرج زكاة أديتني هذه الأرباح وبلغت النصاب وحال عليها الحول أطلع زكاة لكن إذا ما بلغت النصاب وما حال عليها الحول أنا ما أخرج زكاة هذه الأسهم من شركة فلانية شركة فلانية يعني شركة خدمات تقدم أشياء معينة خدمات معينة أتيها ليس من بيع وشراء جاءتني الفايدة جاءتني الأرباح هذه الأرباح أنا أنظر إليها تحول عليها الحول السنة الهجرية وكذلك بلغت النصاب الآن زكاة الأسهم سهلة وبسيطة جدا أنظر إلى قسمين القسم الأول أنا اشتريت الأسهم هل لأجل أني أضرب بها أتاجر بها إذا كانت الأسهم لأجل بيع وشراء أني أتاجر بالأسهم فنقول عليك فيها إيش الزكاة عليك أن تخرج زكاةها بالقيمة السوقية لكن إذا اقتنيت الأسهم وليس لأجل الاتجار بها إنما هي أنت حطيتها عندك تأخذ أرباحها ومخلنها للزمن طيب نأخذ اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا شيخ الله حبيبك وسلم يعطيك ألف عافية الله عافية وسلم شيخ ده أريد أن أسألك سؤال عن الزكاة الله يسألك تفضل شيخ لو طلعت الزكاة أنا مثلا في رمضان الفائت رمضان الماضي طلعت الزكاة عن الحول الذي مضى وحاليا بدي أحسب الزكاة من رمضان الفائت إلى هذا الرمضان إن شاء الله فلو فرضنا مثلا كان في الحساب مبلغ مثلا ونفرض 30 ألف درهم في رمضان الماضي والحين مثلا استوى المبلغ 60 ألف في هذا الرمضان وخلال الحول نزل المبلغ مثلا لمدة يوم عن 15 ألف ووصل للعشر تعلق وتفاوت المبلغ خلال الحول تفاوت من 30 ألف لين وصل لل60 ألف اللي هو حاليا برمضان هذا طائل المبلغ اللي لازم أزكي عنه طيب أزاك الله خير على هذا السؤال يعني ما نشرحناه لكن نعيد شرحه مرة أخرى أنا في رمضان الفائت كان عندي 30 ألف 30 ألف عليه الزكاة طيب خلال السنة خلال السنة رمضان عندي 30 ألف بعده إيش شوال صار أربعي مثلا بعد ذو القعدة صار خمسين بعد ذو الحجة صار ستين فرضا محرم وصفر نزل عند المبلغ إلى عشرة ألاف طيب عشرة ألاف هل يعني فيه الزكاة وليس فيها الزكاة الزكاة أنظر إلى قيمة 85 قرام من إيش؟ من الذهب أنظر إلى قيمة 85 قرام من الذهب عشرة ألاف هل حسبناها ما عليها الزكاة إذن لما وصلت المبلغ لما وصل المبلغ أقل من نصاب المال انتهت عملية الحسبة الحسبة هذه انتهت طيب ماذا أفعل؟ أبدأ الحساب من جديد يعني الآن عشرة ألاف عشرة ألاف ليس فيها الزكاة عشرة ألاف ليس فيها الزكاة على القيمة قيمة 85 قرام من الذهب بعد العشرة ألاف يعني وصل الشهر الذي بعده مثلا كان فيه منحرم وصل العشرة ألاف فيه صفر ارتفع أحسب من صفر إلى السنة الجاية من صفر إذا ارتفعت ارتفع المبلغ وصل إلى صفر مثلا في عام 1400 و36 وصل في مثلا ستين ألف وطلع ستين ألف لابد أن يكون في خلال الحول كله المال لا ينزل عن النصاب خلوكم معاي في خلال العام كله من بداية السنة إلى نهايتها لا يقل المال عن النصاب عندي في شهر فرضا واحد 20 ألف إذن عليه الزكاة وأنا اثنين شهر ثلاثة شهر أربعة شهر خمسة شهر ستة نزل خمسة ألاف خلاص انتهت عملية الحساب انتهت هذه العملية نبدأ من جديد نبدأ من جديد إذا ارتفع هذا المبلغ إلى قيمة النصاب أعطني واضح إن شاء الله تعالى هي بمسألة أحيانا ستعود نفسها يعني مثلا مر ومرتين تلاقي الأمور سهلة جدا خاصة عملية الزكاة فهي سهلة جدا ولكن يعني قد تكون هي غيبة على البعض لأنها يعني قد تكون هي حادثة عليه شيء جديد عليه الأخ جهاد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حيا الله أخوي جهاد خيب الحال إن شاء الله بخير خير حياك الله الله يجيكم الخير ومبارك عليكم رمضان الله يبارك فيكم والله يا شيخ بالنسبة للزكاة يعني معروف كأحد أركان الخمسة صحيح للجين الإسلامي هذا السؤال يعني كل الناس يعني بتراوض لهم من قبل الموضوع أنه يعني هل من الواجب أن يكون تكون الزكاة مفروضة من قبل يعني الشرع الإسلامي طبعا أوكي بس يعني هل يعني مثلا تفرد بطريقة تانية مثلا يكون في إجبار على الناس يعني على دفع الزكاة تقول هناك ألا فقط أختيارية مثلا لا 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 يوجد أختيارية هو الذي فرض عليه هو الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون خيرا من أمرهم مدام أن الزكاة ركن من أركان الدين إذن هي واجب عليه مدام هي واجب عليه إذن لا اختيار فيها أيها مش اختيار لا ما في اختيار أنا أسألك سؤال الصلاة فيها اختيار لا الصلاة يعني الناس كلها صلي يعني كفرض واجب هذا نفس الشيء الزكاة هي فرض واجب فرض واجب في هذا المال أنا عندي مثلا مئة ألف واجب علي أن أخرج ألفين وخمسمية حق الله عز وجل قد وجب في هذا المال وهو ألفين وخمسمية درهم حق واجب للفقراء والمساكين بعض الأغنياء أو اللي عنده مال يظن أنا بعطي الفقير أن يتمنن عليه يعني خلاص أنا بعطيك هذا المال لا ما لك منه عليه هذا فرض واجب عليك عليك أن تخرج هذا المال لإعطاء الفقراء والمساكين والغاريين شكرا لك على اتصالك وسؤالك طيب زكاة الأسهم أظن واضح جدا ما هو ما كان متداولا بقصد الاتجار وما كان لأجل الدخار أنظر إلى نوعية الشركة هل الشركة استثمارية بمعنى أنها فقط خدمات تقدم أم أنها عبارة مثل جميع التعاونية وبعض الشركات التي فيها بيع وشراء إذا كان بيع وشراء أنظر إلى قيمة السهم على الأرباح أما إذا كانت فقط يعني تأتيني الأرباح والشركة ليس له علاقة بهذا الجانب نقول فقط عليك بالأرباح إخراج زكاة المال من الأرباح إذا غلغني صاب وحال عليه الحول نأخذ فاصل ثم نواصل بإذن الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 بالنسبة المترجم للقناة بالقناة نصف نصف العشر في ذلك المترجم للقناة احمل شكرا شكرا احمل احمل هو هو احمل 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 اشتركوا في القناة 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 من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فاذا لقيه جبريل عليه السلام كان اجود بالخير من الريح المرسلة من السيرة ننهل وبالهدى نصل وبحاضرنا نتصل الكلمة الطيبة صدقة فتخيروا خير الكلام هذه قصة شعب كان يحلم يحلم ان يرى العالم ويرى فكان كلما قابل احدا اهداه تذكارا واخذ منه ما يذكره به ويحكي عنه وبقدر ما فتح للناس قلبه وعقله ومحه ترك لهم من عالمه وتركوا له من عالمهم مضى الشعب يعطي ويجود ويحمل الى الدنيا فتحمل اليه لم يمضي وقت طويل الا وكان قد جمع ارثا اقبلت الارض من شرقها الى غربها لتراه واقبل هو يحدث عن اصالة ناطيه ويهديه مرت الايام وتحقق الحلوم ورأى الشعب الدنيا باسرها فرأته وان لم يبعد عن ترى به القدر ترجمة نانسي قنقر 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 قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد ترجمة نانسي قنقر 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 ما عليها من حد فتاة الولد والبنت شافوا الساحرة ثاني يندسوا ايه لو شافت تم الساحرة ما تسوي بهم خبرونا الأوليين عن قصة نوخذه وثير بودريا يخاف من العديد وثاني أجرد ليني الحمد لله ما حد يعلم شو اللي بالبحر؟ غير الله سبحانه وتعالى في حرما الأول عيوز عندها بيت من عريس يأتي لأم أحنينه كان لصبا يسوي عمره أنه راقد ها بيقيل وأنه نضع عيونك ولمت حر تهرقاد وراحت سارت قايلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر امام واجعله ذخرا للأنام واجمع به الشمل ووحد به الصف واجعله مباركا أينما كان اللهم زدنا له حبا واجعل قاعتنا له قربا وأقر عينه بتآل في قلوبنا وتماسك شعبنا اللهم اجعلنا جنودا له في الحق وعونا لخير الإمارات الغالية اللهم وبارك فيه وفي نائبه الشيخ محمد بن راشد وفي إخوانهما حكام الإمارات وولي عهده الأمين اللهم اجعلهم سندا لهذه البلاد وشعبها اللهم نتمم لهم السعادة وحقق به مريادا واجعلهم في فلاح وزيادة اللهم املأ قلوبهم نورا وأيامهم وأيامهم توفيقا وحبورا اللهم ألف بين قلوبهم ووحد كلمتهم واجمع دائما صفهم وأيدهم بتأهيدك يا رب العالمين اللهم اللهم أدن نعمة الأمن والأمان في بلدنا الإمارات وقها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن واجمع شعب الإمارات على كلمة واحدة يا رب العالمين اللهم اللهم من أراد بلادنا وأمننا وولاة أمرنا بسوء فاللهم اجعل كيده في نحره واجعله من الخاسرين المهزومين اللهم مكن لرجال أمننا من أيدي المفسدين وعبث العابثين وسلحهم بسلاح الإيمان والدين واملأ قلوبهم إيمانا ويقينا بالنصر والتنكين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحم عبدك الشيخ زايد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ورضه وارض عنه اللهم أدخل عليه في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحبور اللهم اجعل كتابه في عليين وارفع درجته في المهديين اللهم أحسن إليه كما أحسن إلى أهله وشعبه والمسلمين والناس أجمعين إحسانا يليق بعظيم فضلك وتمام أمرك ربنا تقبل صيامنا وقيامنا واغفر زلاتنا وآثامنا واجعلنا من المستقيمين على دينك في رمضان وفي غير رمضان يا رب الشهور والأعوام يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاشرين من المدنك في رمضان يذكر يا رب العالمين اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا اله الا الله اشتركوا في القناة 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 بحكمته وعدل الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي لا تأخذه سنة ولا سهد لا إله معه ولا يشركه أحد لا يعجزه في الأرض رقم ولا عدد سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله الرحيم الحمد لله الذي عز فارتفع وعلى فانتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار ونزع وسخر النجوم فأطلع وسخر السحاب فارتفع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه للجبل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى وممع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة ترجمة نانسي قنقر يا الله أبي ليش تخرين حيث لا لا عوقتي غاسي يا أخي يا أخوي امطرش أخوي عبودي يشتري لابتوب حق أختي الصغيرة طال بير عليها الكلية ومذت لنا شاطا قشت المول هناك عند الغياء غبيعنا جمعة من سند بيعطيها أخص أخوي عبودي يقول أن هذا الريال يستعاملوا إياه من كم السنة واسعار معقولة وما يزيد فيها خرط ريال زيت ما عليه بس هذا عند الأدوات كلها الإلكترونية غخيصة رخيصة رخيصة صير الله خاني يطالوا عينيه الغيال قيد ها بشغ اشتغيت اللابتوب شو أبشغ طلع الريال حرامي نصاب عيني تقول الغيال يعقف أخوك لا وزيدك من الشعر بيت كانوا يدرسوني بعض ويعرفون بعض من الزمان لكن يا أخوي هذا نصاب قصني قص بالأسعار صدقني هذا غير الناس كله تمدحه يا أخوي كلهم العنتين لا 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 الناس أجناس يا أخوي مبكر تاجط يصير نصاب حقاني والمثل يقول أو كل من يوني غلط المثل يقول ما هو المثل الشعبي الإماراتي اللي يعبر عن هذه الحالة للإجابة أرسل رسالة نصية مع كتابة حرف مين ثم أدرك مسافة يتبعه المثل مع ذكر اسمك الثلاثي على العرقام التالية وقد تكون الرابح بخمسة آلاف درهم إماراتي سيعلن عن الفائز عند الساعة الواحدة بعد منتصف كل ليلة في برنامج قبل السحور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة ويحلم أن تكون عفرة زوجته وشريكة عياته وعفرة كانت تبادلة بنفس الشعور لكن ما كانت تنطق بكلمة لكن عاد عروة كان يقرأ غضاء في عين منه في عين عفرة اللي ما كانت تتكلم ومرت الأيام ويا الوقت اللي قال عروة هلحين لازم أكلم عمي وقول لها لازم تيوزني منه بنتك عفرة كان يشل عمره ويصير عند عمه اللي رباه يعني حسبت أبوه قال له يا عمي أنت هالحين عمي وحسبت أبوي أنت اللي ربيتني وأنا الحين بتزوج منه عفرة بنتك قال له زين لكن عفرة بنتي ها؟ ها؟ ها ببائرة ان زين ولا قاصل عليها الشي كان اكتباها سير سافر وسوي لك حلال وفلوس حتى أنك تتبع مهراء أنا ما بيوزها بدون مهار كيف بيوزها لكنت ما عندك فلوس وما عندك مهار كان يقول له زين يا عمي تم من حقها تستاهل بنت عمي عفرة وقام عروة المسكين وسافر وصار ييب حلال ويدور رزق ويما حلال وفلوس ورد لكن يوم رد وحليلة تدرونه شو استواء لقى ابو عفرة وما لقى عفرة ابو عفرة قال حوي عروة عفرة الله عطاك عمرها ماتت وهذا قبرها وحليلة عروة يا أنا المسكين شو بيسوي تخبر ها الحين ضيع عمرها وربها عيب الفلوس ويب الحلال ويب الدنيا عشان يتزوج منوه يتزوج منت عم عفرة ولكن ما لقاها المهم قام يدور على بنت عمه وريلها ووين شله وين وداها وتم يتنشد لين وصل بيته ويوم وصل عند بيته كان يدد الباب وكان يظهر ريلها قال لا أنا ولد عم عفرة كان يقربع العشاء ويوم حطوا العشاء لأن ريل عفرة ما يبقى يخبر عفرة أن ولد عمها عروية ما سوى شيء عروه المسكين لكن شل الخاتم من يده وهذا الخاتم تعرفه بنت عم عفرة تعرف أنه حق عروه وكان يعقب في طاست اللبن ويعقب روح عروه ورد بلاده ويوم عفرة مسكينة تغسر الصحون حصلت الخاتم ودرت أنه عروية ودرت أنها غالية عنده ومرت الأيام وهو بالطريق الله لي بلانا صاب يعيالي ذاك المرض اللي ما ينطر عروه مسكي صابه السل ومات ووصل الخبر عند عفرة ويوم درت مسكينة وحليلة ماتت من الحسرة عقب أسبوعين وكتبت في الوصية أن يوم بتدفنوني حطوا قبري عداء القبر عروه وهذه هي نهايتم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 الوحات يعني طبعات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مستقبال اشتركوا في القناة 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 والعباد هدى وتبيانا يا ربي أكرم أمة شروفات في محمد فضلا وغفرانا يا رب يا رب وعليه صلي وكل أمته عونا وبارك رب مسعانا عونا وبارك رب مسعانا ترجمة نانسي قنقر آمنت بالله ربا لا شريك له وذاك من هجيا أسمى ومعتنقي والكون صنعة ربي جل خالقه من غير ما فكرة أو غير ما نسقي والكون صنعة ربي جل خالقه من غير ما فكرة أو غير ما نسقي بخدرة منه قد أنشاه من عدم وقد دار الخلق ترجمة نانسان من عالقي ورفعه للسماء من غير ما عمدي والأرض مدحوة مبسوطة الضرق ورفعه للسماء من غير ما عمدي والأرض مدحوة مبسوطة الضرق موسيقى 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 لا أقلت أكثر يا أخي لا أقلت أكثر يا أخي أنا عندي لك سؤال يا عمي تفعل عني يوم السير السلوك الجديد تحصل المحلات يقول لك قطعة أثرية قد تسأل على القطعة الأثرية يقول لك من ألف وسائر لماذا الغلاء هذا؟ الغلاء لأنه هذا ما يوجد ماذا ما يوجد؟ لا ما يتوفر هذا ما علي هذا لو مستورد من برع مثلا بنقول شفت عنده مثلا لولو شفت عنده مجماشة شفت شي صبرا جمال 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 صبر الله يا إستر عليكم أحينا أنا بوقت تخدم هاداك الديين إزاي؟ ولي خدمت انت بيدك بنفسك بعطي كلبه خمسة الديين أخدمه وذيق جاهز؟ لا لا تنجازي أنا ما بكثير بجاهز أنا بوقت حقه جدامي وتخدمه لا المفروض تتدعمون التراث تساون كل شيء ببلاج هاسب كل الباجي أنا بساعدك أنا بساعدك أنا بوقف فوق وانتزل تحت الطابل وخد الديين هادا بلاج شدرات؟ وأنا سحب لا بأمان أمانك بساعدكم الله بخير ونمسي على مشاهدينا بخير ونبارك لهم بسلامة قائدنا ووالدنا ورئيسنا وحبيبنا وأبونا الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان حاكم الدولة بالعلاج والله يطول لي بعمره وسلامته اليوم ما شاء الله الناس العالم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله يلبس لحافية والصحة إن شاء الله ويصلي ذكر لنا الله يطول لي بعمره الأجواء اليوم مستعصر احنا متوترين فترة احنا ما حشنا فيك قبل لاتي شوف سبحان الله قدام لك قلت ما حشنا فيك على أكيد قاعد شيء لا لا أنا قلت شيء عنك شيء بسيط شيء بسيط يعني قلت أن كنت لا كرب هاي نميمة هاي نميمة سماء هاي نميمة هاي فرجة هاي يا بالله تبسط والله أنا والوالد أننا نحنا اجتمعنا على كلمة وحدة أن أن مروان محد يا أخي بصراحة ما أنت من أخذ حرياتنا أيوة أحرجتوني الصراحة استحيت ها؟ استحيت ها؟ استحيت ها؟ استحيت ها؟ ها؟ يا رجل يوم أستحي أحمر جانزي شوف سوزوم؟ نغار نغار أحمر يوم أستحمر أحمر هني شو ها؟ درسك يحمر ولا بيت؟ آي خدي يعني خد الخد هني يطلعوني النجوم مروان الخد هني وبهني ها الغز الله يديك النغار يحمري اليوم ايه يقلك النغار شو جاهزين لليوم؟ اليوم قال العمرو تم ديهزين كل خير فيه سؤالين وفيه اليوم الوالد عنده بيت بسيط كمان بيسمعني اياه بناخذ نحاول نشوف المشاهدين هذا مما ضمن المسابقة لكن بالناس تعرف معلومة من بيت الشعر ها؟ من خلال السؤال سيد جمال لم تتعرف المذهب لم تتعرف اليوم؟ لم تتعرف اليوم؟ ياخ انت الحين الله يهديك انت ميت اضيف خلق الله وانت محت ما خلق الله طرح عندك عميين اشترمك لكن انتو صغيرهم اصغر الهيطة سراح يمسا يصيرون ويردون اصغر القوم خادمهم اصغر القوم خادم ما تصوى علينا ما تصوى انتو الفرق بينك عشرين سنة الفرق بينك انتو وبين الوالد 50 سنة ما عند زيه خلك اخيار عني خلك اخيار عني وصوب قهوة لا 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 تتربى انت حول او لا تطوى ابو يلقى قابط العود ما يتربى امس قتليه الله العظيم صديق مروة قول احنا عطين قهوة قل صديق مروة انا عطي قهوة صديق مروة ازي عمي عداري القهوة ايونا حين ساعات ناس أو خاصة الشباب والصغارية بيصب القهوة ساعات يترسها كامل وساعات يحطها من المس لا، غلام المفروض؟ شهادت شك ترتين بس يتوق لا المفروض أنه هو الفوق يقاع حف الجليام شوي بس حتى النص ما يوصل بس فيه ناس يطلبون فوق يعني تكون شوية ممزورة شوية لا هذا أقل يعني الجماعة اللي غيرنا نحن 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 عند الشغل خلص بدان ما أكل شوية يعطيك الفنيان الفنيان واحدة يروح نازم يتعلمون، نازم يتعلمون، المسكة في قبل إيسار ولهذا يكون بالنسبة شفت عمرك تلفل مسازك كيف تشرف القهوة هي مسلسل، هي حبا ترمل حبا ترمل، ما أدري أكو سواها، سواها سواها، زي مروان يلس يلس لا مستوي، والله هي لا يما تخلصون عام، والله، والله تربل قطو العودة البرنامج يعلم نشكا بعد وجود عم يمعث تعلم دل، اللذائب نعام ويستوي هو يشرب نفسك استوي هي، وقت تتريع انت يا يسي شرفه اشغل نفسك في وقت التضارب يا صبيب، ما يتقلل دم من الصب شكافح، ما يستوي يوم ييلس نصب لي نحنا؟ لا يتقلل روح روح يتقلل، خلي خلي القهوة بحظمك وشرب عكيب سويتها قمري لا لا خلاص جمال؟ هاي الحيون ما يتبعها خلاص جمال؟ أحبه خلص، يلز 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 لا تقلل ببتيلس بعد حي حسب معنا عمي، القصيد أحزنت، أحسن، شكرا جدا الوالد، يلز رجعنا لك، موكل العظم نسمع القصيد اللي عندك اللي سمعتني داخل وإحنا يا سنفطر؟ تابعونا عدد، تابعونا ونة، تابعونا عدوة، كيف تابعونا؟ ونة، ونة، نقونا، نقونا ونة، توكلناها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا أحب الونات، يقول له واحد من شوابنا الأوليين يقول له ضبت وما طالخ لعاد سخطر من مسود لكن عاد سلوني عاد يعني في التسعينات كان في برامة صوان في بضبي ولا في دبي كانت اختصي يعني بالشعر والشلات والونات اختفت هذه الامور يعني فيه موجود شفت الظلم من الغوص ليسوينا السعديات في سنة ستة وسبعين ستة وسبعين موجود لين اليوم ستة وسبعين لين حي موجود في دبي اشتغلت لبي اشتغلت هذا ارشيف ايو طبق ايه هذا مرغوص كامل فيه النات فيه الحداول فيه الحربية فيه رغوص يوسمون الغوص يوم ما يغوص كل شيء موجود هذا نقاب يعني يوسموني دماغ ايه انا ما غاصل هذا يوسموني فيه يبقى هذا فوبيع فوبيع ما بوبيع ما يوجد عندها فوبيع ما يوجد حديث اللي يوم لا حبيبي ما يسم زيب كلمات الاغني كلمات الاغني بس يبقى الكلمات كلمات الشل هذه الحلة ما يعرف عنها شورة نزع هاي هاي عندنا في العنان الداخلية هاي يسمونها فيه كلمة تعرف انت يبقى نهني على نفس النهج المنطقة اللي هي اللي فيها مراقب يالبيت هاي عرفك شو البيت الاول البيت الاول يقول لك كوس الياه هاي من ملدة ايه ملدة هالمنطقة السألتني على اليوم هاي وقت قال الملدة قتلي لا 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 حكت عليها من النوحات ما اتجدد لوحات الشوارع شوارع هاي هيقول ملدة هي منطقة جديدة موجودة لين بيوم هاي هاي طبعا صغر عمر كويس لا ارى مواليد الثماينات احيد الثماينات قبل الثماينات ما كان في الثماينات هاي هاي لا لا احنا على الخيش كان يبتبون على اليونية أبوما اذكر جمهورنا الكريم بالسؤالين اللي نسألهم في كل حلقة ولا تنسوا اللي حايف يبعد رسائل نصية قصيرة يكتب شين متبوعة بمسافة يكتب الإجابة ثم الاسم الثلافي ولا تنسوا الأرقام تقرونا على الشاشة ايضا ايميل قناة بينونا تنيرون ايضا تبعتونا ايميلاتكم الخاصة شكرا نعم نقول سؤال الأول يا والد توقلوا عام نقول سؤال الأول مروان يلا قلوا عندي بسم الله الرحمن الرحيم سؤال الأول سؤال الأول يقول متى تم تأسيس جزيرة صير بنياس متى تم تأسيس جزيرة صير بنياس هل في العام 1969 ولا 1970 ولا 1971 سهل الجواب سهل الجواب صدق أنا لو ما عرف المعلومة بعرف الجواب تترى ليش ليش لأن واحد من هذه الإجابات مواليدك 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 من قيام الاتحاد الحمد الله رب العالمين الحمد الله نعيد ونكرر السؤال متى تم تأسيس جزيرة صير بنياس الخيارات 6971 استقبل افتصالاتكم يقولون في ضغط ما شاء الله سهل الجواب سهل الجواب ما هي الإجابة يا حمد سهل الجواب إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا أخوي يا حمد شكرا لك وشكرا على الإتصالة علي من بوظبي سلام عليكم أخوي علي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إجابتك صحيحة يا أخوي علي السلام عليكم والسلام وبركاته الظاهر الصديق حشة لتهم من نوبرة رحب الله رحب أخو علي أهلين كيف الحال الله يفارش فيك علي شو الجواب يا علي الجواب 1971 71 متأكد نثبت بإذن الله إن شاء الله الجواب يطلع صحيح وفالك الخمسة ألاف درهم من منوه؟ عاش من دبي سلام عليك يا أختي عاشة أيوة السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة شكرا عليكم السهر الله يبا علينا وعليك إن شاء الله الإجابة يا أختي عاشة 1671 إن شاء الله إن شاء الله أقول حق جمال ما شاء الله عليك كبير تحرينك أصغر أقرأي علي قولي ما شاء الله الله ما شاء الله عليك ما عليك إن شاء الله الإجابة صحيحة إيه يا جمال كارون مولين ثمانين أنتم قول ما شاء الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أمي الوالدة سكرية على ولدج الله صلى الله وسلم عليه لا يضحك صدق هذا ما يعيب شي والله لا أقوله بيني وبينك عشر سنو ما هي صدق ما عليه المهم فيه اتصال آخر من منو شو منو منو منصور شيخة من العين شيخة شيخة من العين مرحبا شيخة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مبروك عليكم السهر الله يبارك فيك حالكم خير الحمد لله حزة حمد على سلامة أبويا خليفة الله سلم يعافيه وقول عسل الله يطول بعمره ويفرحنا بحفاء أهيانا آمين يا رب العالمين يا رب العالمين الإجابة يا أختي تسعة وستي ولا واحد سبعين ولا سبعين ألف تسعمية واحد سبعين وأبو عزايد أفسها ما شاء الله ما شاء الله انت شوفي يا جماعة الخير إذا اللي مايعف الإجابة يتشوفني بيعرف الإجابة على طول هاي ما أدري هاي بصورها في يا باك؟ شو ترى اللي فرحة كيف قو عمراحنا واحد؟ اقول الله حسوك شوفكم بعد؟ كل واحد مكونوا واحد قاعدة؟ قال لي هات يابيت كل إجابة هاي هااااااااا فرحة ها حال يا حول أي شئ عدوا عنده خلي ميوجهوني لا ويقولوني يا جماعة الخير خفو منتضحك خفو منتضحك وين برخف منتضحك ووهما الشباني بعد انبونه يبعى وما قصر بجؤ مال كال شوفوني أنا بتحرفوا الجازة قال ليه بك تباة في أفاك تستغفل للصافة شا تقول أنت باسمه مرحبا عليها السلام عليك عليها من أمو بعد عليها ولا مريم مريم سلام عليك مرحبا أي شخ بارك الله يبارك بيت يا أختي شخ بارك الحمد لله بخير الله يسلم سمعت السؤال إختي سمعت 71 إن شاء الله شكرا 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 مشكلة بره منطلع فاصل نستخدم الاتصال ثاني نستخدم الاتصال ثاني اللهم تعالوا خير اللهم تعالوا خير حسن حسن من الشارج أبو علي سلام عليك شكرا بارك يا أخي حسن الخير الله يحليكم شكرا سمعت السؤال متأتم التأسيس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك يا أخي حسن شكرا لك يا أخي حسن شكرا لك يا أخي إن شكرا لك يا أخي شكرا لك يا أخي شكرا لك يا أخي أغلب الإجابات كانت في سنة ألف وواحد وسبعين يمكن في سنة ألف وواحد وسبعين يمكن في سنة ألف وسبعين يالله أومر عزاء المشاهدين الروح فاصل ولا تنسون بينونا تراها إماراتية بعد أعمل اشتركوا في القناة 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 كل السعاء ساعية الفناطق المناطق غربية كلهم صارت أعتقد محمية بعد محمية وحب السواحي موجودة ما شاء الله هيا فنادق ومنتجعاتي هذا نعم وكل شيء زواريون بايوا بك لغة ضنة لغة الجو الحمد لله فيتصالة يا جماعة بخير فيتصالات من مروة تانية ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا هلا يا أخي من معي أخي محمد محمد الطيب محمد موريتانيا يا هلا ويا مرحبا بشعب وأهل موريتانيا يا أخوي كل عام وأنتم بخير كيف الأجواء الرمضانية معاكم في شعبة 71 71 إن شاء الله إن شاء الله خبرني على أجواء موريتانيا ولأجواء رمضانية عندكم ثلود عندكم ثلود كيف حالك الحمد لله يا أخي كيف حالك كمروان الله يطولي بعمرك كيف حالك يا جميع جميع مرحبا كيف حالك يا جمعة الله يشلم مرحبا مرحبا حيبو الله أنا من عشد ومعشدين برامج خناة بيونة الله يبارك فيك الله يبارك فيك إن شاء الله الله يوالك وسلامي وسلامي لشعب موريتانيا يا أخوي بلد المليون شاعر ما شاء الله يا أخي محمد يا ربي عزيك الحمد لله يا ربي عزيك وبركاتي وبركاتي من الشهر الله يبارك في حياتك شكرا يا أخوي صح 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 عمد الجواب 1971 إن شاء الله تكون إجابة صحيحة يا أخوي شكرا لك شكرا لك إن شاء الله فيتصالات ولا نكمل يا أبونا فاطمة من السعودية مرحبا يا فاطمة أهلا بأهل المملكة أهلا يفيد السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعرفوا العافية الله يعافيك إن شاء الله شو الإجابة يا فاطمة 71 متأكدة إن شاء الله متأكدة مكتوب هنا شكرا شكرا لك شكرا لك عبد الله من بوظبي عبد الله من بوظبي مرحبا عبد الله مرحبا عبد الله مرحبا عبد الله شكراft tho شكرا لك يا أخوي عبد الله وخير الحشب à الله الإجابة يا أخوي عبد الله 71 إن شاء الله وفالك الخمساتة لأيراس السؤال يقول عيد لكم يا عزائزات المشاهدين اللي ما أسمع السؤال متأ تم تأسيس جزيرة صغير بن ياس الإجابة هل في عام 1969 ولا عام الف تسعمائة سبعين ولا واحد سبعين. اغلب الاجوبة كانت واحد سبعين يمثل سبعين. شو ده الراكب? ليش? يعني دائما الناس تروح على الجاب الاولي. ليش? واذا واحد قال واحد سبعين والثاني قالوا هذو تمو خلق الله كلهم واحد سبعين. لا يقلدون يا جماعة لا تقلدون. ترى اه شسمه? ترى هذا ترى شسمه. شو هذا ترى شسمه? هذا ترى شسمه. ترى شسمه لها? شو اللي شسمه? ترى اذا هم الجماعة شسمه? ترى هذا شسمه. يجب وضح. قلمات متقاضعة. شكا بعد? احين انت لو انت شسمه بتسوي هذا? والله انت لو شسمه. ايه? قايا انا شسمه? الله شوف. انت شوف انت سكت له ياسي. ادارك ترى اليوم يلسلك يلسي. والله ياسيلي يلسي اليوم. والله انا شسمه صدي. الوالد. الله. ناخذ اجابة اقول لا. نسوله فيا الوالد. الوالد. نعم. احنا في البيت الشعر اللي انت قلت شلم. نعم. نعم. فيه اللي هي انت قلت كلمة مصنعة. هاي. هيبو. هذي الجمهور يشاركنا يعني. وين مصنعة هذه المنطقة هذه. ايد البيت بس هذا الثاني. اول اول والثاني. يقول كوسينيه من الملدة. هاي. من ملدة. من ملدة. هاي ملدة مصنعة. هاي 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 منطقة. هاي. ومن قاصي مصنعة. هاي. احنا نبغي هاد من قاصي مصنعة. هاي. وين مصنعة? هاد. والدول الجمهور بات يقول وين مصنعة. انت خلوش غير عارفون ملدة وين. بيعارفون. اشاركونا. الملدة وين? المصنعة وين? احيط شب بتزيد عليهم هاتي. لا لا. ما في جوائز بس مشاركات. احنا بحقشوا بيتم يفكرون في السؤال وليس يفكرون في السؤال ايسا انا فكر في بيت ما لجائزة حق شو؟ ما بيضاي شو دراني؟ بعد في سؤالين انت عندك سؤال خمسة الاف والسؤال المفاجئة ولي بألف درات ليش قطع ارزاق يا اخي؟ قطع ارزاق انت؟ خلي الناس يا اخي معلومات عامة الناس تفتصل تبغي الجائزة ما تبقى والله بيت الشعر وقولوا لنا شو بس ما عليك الجائزة لعبة يا لعبة يا اخي العلم امانة يا اخي ما بكش بفلوس قول هاي المعلومة للناس قول هاي معلومة اضافية مننا احدا من اسرة البرنامج لكن ما عليها فلوس يعني اتصلوا خسر مصين؟ مروان انا بنصرف شو اسا اقول اقول ان هذا بدون مبجائزة يعني احنا المعلومة هاي نقول انا تخيل لي متصل مثلا من موريتانيا اولا متصل من امريكا علشان عارف شو قصد هالبيت بدون جايزة؟ لا مروان ستر بدي مروان الله يخليه انا الحين اقول لك اللي بيتصل عشان يجاوب مشاركنا اذا يعرف هذا متفيج شارك ملعين ملعين لا تشوف انا محمد متصل عشان يجاوب السؤال ولا متصل عشان يعارف البيت السلام عليكم اخوي محمد فالك السلام ماذا حالك يا اخوي خير الله يعافي طمني عنك والله الحمد لله الاجابة يا اخوي الاجابة واحد سبعين واحد سبعين تبغيت جاوب على شعر جمال اللي ما في جايزة؟ ليس شعرية شعرية شقاعية الله يطولي باورك يا ابو جاسم تسلام برنامج برنامج مصابقة تتصلوا يفهموا ما المناطق يا اخي انت ماتدي انا مماتدي انت ماتدي لو سمحت لا لا تجرحني والله شو لا تجرحني شو الجرح كمانيدي شو المفروض تتقول يوهرة جوهرة من السعودية جوهرة من السعودية جوهرة مرحب السلام عليكم وعنكم السلام وحكم الله شو اللي جابي يا جوهرة انت سمية وسببين الف وتسعمية واحد وسبعين وسبعين ان شاء الله ان شاء الله اذا اجابتك تكون صحيحة يا جوهرة عبدالله من العين عبدالله 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 مرحبا 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 عبدالله شحالك ما اللي جابه 71 �� sym execute 71 69 ليس 71 squeezing هلا أنتهاء ليس ليس من الدبي. مروه. 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 عاش 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 عاش. اي مروه تقول نعم. مروه. السلام عليكم. وعليكم السلام. رحمة الله. واحد وسبعين. يعني. يمكن سبعين. يمكن سبعين. يمكن تسعة وستين. واحد سبعين. خلاص. واحد سبعين. والله كيف. كيف حاولنا منصحكم. واحد سبعين. واحد وسبعين. والله حلين تسعة وستين. ما حدي يا صوبة. عام ربطه تسعة وستين. انه يعني قبل الاتحاد ما بنقول تسعة وستين. لا شوف. واحد سبعين. صراحة احداث غريبة وعجيبة. نعم. نعم. اه. قطرة. من السعودية. قطرة. لازم نسوي لحركة. لازم. حركة قطرة هاي. السلام عليكم. قطرة. قطرة. ان شاء الله عليك يا قطرة. لأتيكم العافية. انت لي يعطيك العافية. اولي بعمرك. شو مسوي جوغل ويات. ناشي الحال. اللي جوبة كلها من جوغل. قطرة. شو اللي جابي يا قطرة. واحد سبعين ان شاء الله. ان شاء الله يا قطرة. ان شاء الله. راح نعنا ثلاث قطرات. شوفي. ذات قطرات. انت هم ثلاث تيام تتصين هاي ثلاث قطرات. شوفي يا جماعة الخير. اللي يتصل ويجاوب ايضا يبعث رسالة نصية قصيرة. يمكن احنا في وقت السحب. ساعات ناخذ من الاتصال وناخذ من الرسال النصية. فاتصلوا وجاوبوا ايضا نبعثوا رسال نصية قصيرة عشان ما تنظلمون في هاي المسألة هذه. شكرا. بعد يعني حظ يكون افضل. من هو؟ خالد من رأس الخيمة. بالواليد. مرحب. 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 اخوي مروان وجمال وابونه يمعه. الله يباره. رحمة الله. ان شاء الله. حييكم. خالنا counselors. خالنا شوف. خالنا شوف وليا Worth أيهابي . واعجمال. سوا زوم على يبي هاتها. عالجابة. علي جابة. سوا زوم. علاجابة. هنا. مشحيتو. مسحيتو. يعني. مسحيتاء مسحيتو. مسحيتو. بسو زوم علي liberals. سوا زوم علي liberal رباء وغيرتشاف rather ان شف ايضا اخير. نصيتك إنت назывاء الغشي حرام. ولله. قال شوفوا يبي هتيبandi عارفوا الاجابي. ‫انا ما قلت يا بنا لا تقدم شوفوا شوفوا شوفوني. قلت على شوفوني. ما شاء الله الوالد ما قصر اليوم. اليوم الوالد شارب الهواء على كيف كيف. صدقة من نشوف نشوف الجمال وشوف ابوني. مرة واحد وستبين. ما شاء الله. عمي يبعي واحد واحد سبعين. ايه مرة هو مرة صبخ. خلاص توكل على الله يا ابو الوليد. ان شاء الله اللي جابتكو صحيح ان شاء الله. شو جاوب. قال واحد سبعيش قبل. لا قال واحد ستين. لا واحد ستين. ما قاله. ماشي. ماشي. نور. نور من الشارجة. نورة. نورة من الشارجة. نورة سلام عليك. نورة. 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 وعليكم السلام. شيف حالك يا نورة. خير. واحد وسبعين ولا سبعين ولا تسعة وستين. ألف وسبعين وواحد سبعين. شو درج. شو درج. أنا اللي عرف. كيف عرفتني. وين بحثتي. وين بعض من وغيرة. قوغل. العم قوغل. شكرا شكرا يا نورة. ان شاء الله اللي جابتكو صحيح ان شاء الله. شو درج. السلام عليكم يا ما يز Japan. والله يزارة فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ بارك يا أخي علي. قليلا. شكرا يا ربال، أنشاء الله يزارة فيك. ان شاء الله BN71. إن شاء الله. منシاء الله بTalked the pren Patreon. ماتصل وواثغ والإجابة صحيح؟ تحذير جمال عدال محمد محمد من العين محمد محمد السلام عليكم وعليكم محمد كيف حالك؟ أخذ معك حمي يمع بعد موجود الله يسلمكم مرحب يا أختي مريم مرحب بك الجواب 1991 1991 71 91 70 جمال شكرا لك يا أختي مريم إن شاء الله الإجابة تكون صحيحة يا رب يا رب محمد من العين أخي محمد سلام عليكم أبو جاسم سلام عليكم وشلونكم الله يطوي اللي بعمرك شخبه محمد عليكم يا رب وتخذوا بخير وصحة وسلامة الإجابة يا أخوين محمد 1971 1971 إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة وفالك 5,000 الوالد يا أخي بس كل السؤال في عندك الوالد والوالد شكرا للمعب حاول الحين يا أخي شدراني من بدل برنامج هو الوالد شدراني بس أرات سبع تأيام الحين وغيرها البوزي وغيرها البوزي شدر من باتر أنا بأي لس هناك من حين أقولكم شدران إي لس كذي واحد اثنين ثلاث جلب شكرا لك باتلت كذي واحد أيضر قارع نحن إي حيث يا ج nationale يس ول这 видели شكرا؟ شكرا哪e منوب؟ التشاكرا؟ شكرا؟ اللهم صبرك اليوم يستغل علينا اليوم اليوم وصايا اليوم يا أي شغال علينا وصايا وصايا علينا وصايا شغال علينا شوف بيحط حللنا بالنا ترى اتوف انا قيلوا عندي احنا تنونون عمي احنا احنا صغارية عمي انتو عيون شوف انا اقول لك عمي مكسب هذا الكل البرامج التراثية بس انا انا اي مكسب ما شاء الله ينصي البرنامج بينون ينصي البرنامج بوضافيزيون فريلانسر فريلانس عمي فريلانس رديدوا عليكم محشوم محشوم يا الوالد لا لا محمد رسول الله والله محشوم يا الوالد والله يحشم اما ذاك ريال ما يحشم هذا ما فيه مدهب فريلانسر لا لا وزايا تقول تلمي تعدر عنه شوفت هابلي الصغاريلي ما يتحملون يقول تلمي يتعدر عنه عليك والله يتطنز عليهم يتحدث عليهم نصر الوالد جزاك الله خير تما كسرت فينا اليوم نجي نجي الوالد دامن هو محد خلي نستغل الوضع يالله توقع يا الوالد هاي تقول بنياني هذا لا لا إلا الله محمد رسول الله شكلنا اليوم البرنامج كله منضحك فيه الوالد نعم احين هاي السؤالة في اللي تصير احين احنا بيننا نعم الضحث وهذا والناس يتابعنا يعني شو المواقف بعدنا موقف شديد مضحف وياك انته ويا الغاصة سواء في البر ولا في البحر يا ابوي هاي المشكلة هاي السؤالة يمكن ترضي يمكن تزحي نعم بس بس شوف انا مروان نعم با خفيفة لا با اختلاق بس والله يعني مجاملة لا في مروان ولا في كل هذا احنا ما نزعل من هذا كله بس انا نخاف يا اخي الدنيا هاليترا بس اول طرشة هاي نزيري واقم بس اذا ضحكنا ما نزعل هذا مشكلتنا مشكلتنا نحنا حينة هم مستمرين دايما احنا هدفنا في هذا البرنامج نرسم البسمة على شفاه المتصرين والمشاهدين للبرنامج اسمه شفايا شفايا وخفيف هو ناس وضحنا كل واحد ينش على طبيعته ويقول شفايا شو معنا شفايا يعني الهدايا نعم شفايا هم بعد شو اسمه اذا اذا مو بالالف اذا ها خلي قول معلومة ازاي الريال يقول معلومة ما خليت قصيتي علي اعزائنا مشاهدين احنا لما نتكلم وفجأة نحصل تعليمات من فوق لمساكن بعد فوق هل كانين من الضحك يا جماعة الخير احنا شو قالوا قلوه نستغبر اتصال نستغبر اتصال لا نضيع وقت المشاهدين سلطان من العين مرحبا سلطان مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا نضحك ولا ما نضحك شو اللي تبون انتو بحكو 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 بس احنا ماكو متضحقوني انا بس الله يطول لي بعمرك نصيفينا اليوم نضحكو narrator اللي جاء بي يا أخوي اللي جاء بي يا سلطان 71 توكل على الله بإذن الله اللي جاء بتكونا في 1971 نقول السؤال الثاني ولا اتصال نقول السؤال الثاني نقول السؤال الثاني يا جماعة الخير السؤال الثاني يقول أين تقع جزيرة الغبة أين تقع جزيرة الغبة هل في جزيرة مروح ولا شو هذي الوالس؟ جزيرة اللفة هي جزيرة وكل جزائر بس هاي جزيرة تقع داخل جزيرة تقع في اي جزيرة اللفة ولا الامروح ولا اللياي اي حد امروح احد يوي امروح احد يوي نزيل مثل ما قال اخوكم جمال هل تقع جزيرة الغبة هل في جزيرة مروح او في جزيرة اللفة هل نعلن عن الاجابة الاولى نقول نعلن نقول اجابة السؤال الاول هل تخلي الوالد يقول احباس معكم اخوان يالله يالله دقيقة تكون عندي بس السؤال نعلن عن اجابة السؤال الاول نقول الاجابة يالله الاجابة نعم هي 1971 اغلب الاجابات كانت ان تم تأسير جزيرة سير بن ياس في سنة 1971 واجابتكم كلها صحيحة نعم كل ما سالله ومعلومة يجيدة حدث في مثل هذا اليوم في عام 1971 وولادة المخضرم جمال السميطي بدولة الامارات العربية المتاحقة بلا مخضرم مخضرم بعدها بلا عام بولت فيس سنو زين الحمد لله حمد خير هاي حمد لله رب العالمين سنة القحط ما كان فيه السبيل سنة ويت قحط تحاش تلفت سنة القحط عمي هاي انت حين تجاوب روح بتسأل لا لا ولا جد تويت في بالي شذي سنة القحط المستسلات تسمع عنها لا ما كان حقيقة يعني مات في سنة سنة القحط لا لا موجودة متى كان سنة القحط موجودة قحط موجودة متى والله سنين طاب انا ما ما بعلم يقولك ان في سنة من السنين نصاب القحط وغيره صار مرة عليهم شي تريد يعني لا قل الله مات ومن قل الله لك ايه لو كني شوي بحان الله بحان الله ليش ايه نظراتك مريبة اليوم انا مرت علي سوني المرسي عندك اعلامة انا كنت قسل الطعام هذا مال السحر كان يحق لي يما اقرأ قرآن من حياتنا داريش بن كرم الله يخبر الرحمة الله يخبر اه هذا السحر ما الحظ عليه باي باي كم السلم كم السلم ما حصل ايه ايه قسل الطعام مال السحر يا الله ما حصل اكل الطعام مال السحر طعام السحر غسله بي المل واشرب لا اله الا الله ايه انا بنفس والله كم عانيته يا الوالد ايه ليش كم كان عمرك ليش الفترة والله عمر يا ضني هذا كبه بتبعليك تقريبا ذمان تسع سنين ماشر نذكر نذكر جمهورنا الكريم نحن سنجري السحب على السؤال الاول والسحب يكون عشوائي طبعا من يدعمنا والدنا يمعد الحبور الرميخي احنا عدنا ايجابات الاصفر من السمس والابيض من الاتصالات عشان شي اقول لكم اني يتصل وجاوب ايضا يقدر يبعث رسالة نصية قصيرة وجمال توكل على الله بسم الله الرحمن الرحيم جاهز الوالد نعم قبل شوي كنت اقول لك النظرات تمرير بمخوفنا اليوم حتى بالنظرات والله طالعنا اليوم الزق الغريب ليش ليش هبغيكم تقدمون تخدون روادهم يعني لكم حارقة يا عيالي ما انتم مخايدين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الليبي الصحابي الي تباه تبارك اللي بي بينكم وهي على كل شيء خبير الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الف الف مبروك سمية سمية منهم لا عني ما اعرف شك هات brasile خط غير تشوف خط الكوفي ولا الرقعة ما اترى هذا هش اسم الخط العثماني اشوف لا سمية ريسي المهم لا 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 نقول سمية بنقول آخر أربعة أرقام من رقم الموبايل واحد أربعة سبعة أربعة مبروك يا سمية سمية الربيسي خطنا سمية الربيسي لا ربيسي أشكور مبروك واحد أربعة سبعة أربعة ألف ألف مبروك خمسة ألاف درها مقدمة من بينونة وبينونة إماراتية وأنتم في أسعد شر أمو من عزاء المشاهدين يرفع لما سمعكم ماذا العشاح سبب توقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحية وروح فاصل ونستكمل وياكم بعد الأمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا رسول الله حيا رسول الله حيا على الفلاء حيا على الفلاء أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر لا إله إلا الله عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله متى شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 نصر حسن لأ نصرها نصرها نصر حسن عبدالله من عمان مبروك ألف مبروك فالت الخمسة الاف درهم عموما لأنه مكتوب نصر 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 من عمان نصر مبروك يا نصر خيرا عموما عزيزي المشاهدي كات هذه حلقتنا لهذا اليوم أسان نلتقي وياكم غدا في نفس التوقيت ولا تنسون التصلوا فينا وإن شاء الله فالكم الخمسة الاف فالكم الجوائز إلى نلتقي وياكم غدا في نفس الموعد والسلام عليكم ورحمة الله من أسرة برنا بشك بينا مع السلامة يا جماعة بخير وصلكم راجع بسم الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد سمع الله لمن حميدا سمع الله لمن حميدا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالين آمين قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد سمع الله لمن حميد 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 شكرا 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 امين لاجناح عليكم إن طلقتم النزاء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضا ومتعوهن ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير سمع الله لمن حميدا الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ليزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون سمع الله لمن حميدا سمع الله لكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون سميع الله لمن وقاتلوا في سبيل الله 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 أمين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين الله 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 سمع الله لمن حميدا ربنا لك الحمد الله اللہ الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بستقا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين الله 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 سمع الله لمن حميدا ربنا لك أجعل الله 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 ها مالها شكرا wiat مالها أeras WOANG مالها مالها الله شكرا اشتركوا في القناة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف ظرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكم وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نكلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين أسمى الله لمن حميده ربنا ونجد حق ترجمة نانسي قنقر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا الله لمن حميدا الله 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 آمين 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه الله 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 بسم الله لمن حميدا ربنا ولك الحق الله 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 بسم الله بسم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمد سمع الله لمن حمد سمع الله لمن حمد سمع الله لمن حمد سمع الله لمن plateau ترجمة نانسي قنقر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أسمع الله لمن حمده ربنا ويكل اللهم يا من خلق فسواه وقدر فهداه يا من أمات واحياه وأضحك وأبكاه يا من خلق الزوجين الذكر واللنثى يا من يعلم السر وأخفاه يا من له الأسماء الحسنى يا من مع عباده يسمع ويراه يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هداه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بيسمعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا كبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا قائما بلا زوال يا كثير النوال يا حسن الفعال يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا ولوالي والدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطار ومن الشدة بعد الوقار ومن الفقر بعد الغناء ومن الضلالة بعد الهداء اللهم إنا نعوذ بك من عقوق الأبناء وقطيعة الأقرباء وجفوة اللحياء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاة نقمتك وجميع صخطك يا الله اللهم اغفر لنا خطأنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر لي أقسانا قلبا وأكبرنا ذنبا وأثقلنا ظهرا وأعظمنا جرما اللهم يا ربنا ما عصيناك اللهم ما عصيناك جهلا بعقوبتك ولا تعرضا لعذابك ولكن غرنا سترك علينا فعصيناك اللهم يا الله ارحم عبادا غرهم طول إمهالك وأطمعهم كثرة إفضالك قد لا ذو بعزك وجلالك اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وجيراننا وعلمائنا ومشايخنا وكل من أحبنا فيك أو أحببناه فيك اجعلنا جميعا من العتقاء اللهم يا ربنا إنا نسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وباسمك العظيم أن تقبلنا في هذه الساعة وترضى عنا وترضى عنا يا مولانا ويا سيدنا اللهم اغفر وارحم لمن شهد له أرض الإمارات بحبه وكرمه وإحسانه إلى الناس اللهم اغفر لوالدنا الشيخ زايد بن سلطان والشيخ مكتوم وشيوخ الإمارات الذين أصبحوا رهين قبورهم وجب وجوار ربهم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومرات عدود إلى جناتك جنات الخلود مع المقربين الشهود اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم يا ربنا ويا مولانا إن الشيخ خليفة بن زايد نعم العب نعم الأب ونعم القائد ونعم الحاكم فيا ربنا كن في عونه وأمده بالصحة والعافية والعمر الطويل في طاعتك وامن عليه بالشفاء العاجل اللهم يا من كشت الضر عن أيوب حين ناداك يا من كشت الضر عن أيوب حين ناداك ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إننا نناديك من هذا الجامع المبارك ومن هذا المكان المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن تكشف الضر عن شيخنا وحبيبنا وقائدنا خليفة بن زايد اللهم عجل بشفاء عجل بشفاء اللهم اجمع له بين الأجر والعافية اللهم اسعدنا واسعد شعب الإمارات بخبر شفاء يا رب العالمين اللهم اجعل ما ألم به رفعة له في الدنيا والآخرة اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اجعله ممن إذا أحببت عبدا ابتليتا اللهم يا ربنا ويا مولانا إن القاصي والداني والعامة والخاصة والمريض والصحيح يشهدون ويعترفون بكرمه وحبه وعطائه اللهم أكرمه كما أكرم شعبه وأمته اللهم وأدم عليه موفور الصحة والعافية اللهم بارك في نائبي الشيخ محمد بن راشد وولي عهده محمد بن زايد وفي إخوانه وأعوانه ووزرائه اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم أدم الأمن والاستقرار في دولة الإمارات وفي جميع بلاد المسلمين اللهم من أراد بالإمارات شراه اللهم خيب آماله ونكس رأسه وجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم احفظ لدولة الإمارات يمنها وإيمانها واستقرارها وشيوخها وحكامها ومواطنيها والمقيمين فيها اللهم يا ربنا بارك لأهل هذا الجامع المبارك من موظفين وموظفات ورجال الأمل الذين سعوا ورتبوا ونظموا وهم في خدمة بيت من بيوتك يا الله فلا تحرمهم أجر صلاتنا ودعائنا وخيامنا يا رب العالمين اللهم من كان من بيننا مريضا اللهم اجمع له بين الأجر والعافية اللهم كل من حضر معنا في هذه الليلة من قريب أو بعيد أو ذكر أو أنثى اجعل لنا وله من كل هم فرجاه ومن كل طيق مخرجاه ومن كل بلاء عافية اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم على نبينا محمد اللهم على نبينا محمد اللهم على نبينا محمد اللهم على نبينا محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة